الطريق الى البرلمان بمركز اتكو ممن يحق لهم التصويت بالانتخابات البرلمانية القادمة وبالطبع هناك عدد كبير من المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم ممثلين للشعب عن هذه الدائرة ونحن مع واحد من هؤلاء هو الدكتور إبراهيم محمد البنة أستاذ جراحة المخ والأعصاب بهيئة المتشفيات التعليمية ومرشح حزب الوفد عن هذه الدائرة فردي مستقل دكتور برحب بحضرتك على شاشة طريق البرلمان نسعد بكم يا فندم وأهلا بكم في بلدكم الثانية أبو حمص وإدكو البلد الطيبة اللي محتاجة دعم الجميع حتى نصل بها لأفضل شيء نعم بما ان هذه الدائرة تحتاج الى دعم الجميع ما هي أبرز المشكلات التي رسلتها من خلال تواجدك بهذه الدائرة ومن خلال احتكاك حضرتك مع المواطنين من خلال عيادتك هو سعدتك أنا من موليد المدينة أبو حمص وتعايشت مع أهلها بكمية مشاكل ضخمة جدا عشنا وقت طويل في هذه المدينة الباسلة الفاضلة تواجد معنا أعضاء سابقين لم يسعوا لحل هذه المشاكل من مشاكل صحة ومشاكل بنية تحتية ومشاكل في التعليم ومشاكل بطالة الشباب ومشاكل الصيادين المزمنة المستعصية والبنية التحتية من انقطاع المية والكهابة وعدم توفق الخدمات الصحية وتكدس الطلبة في الفصول وعدم توفق الحد الأدنى للمعيشة الصالحة لأهل بلدنا أبو حمص وإدكو نعم دكتور يعني ما الذي جعلك تتقدم بأوراك تر الشحك ممثلا عن دائرة بحمص وإدكو يعني السبب الأساسي أن من سبقوني إلا قلة قليلة لم يسعوا لحل مشاكل هذا البلد الطيب اللي بنسعى جميعا أن احنا نصل لأفضل شيء فيه من خلال المعطيات البسيطة أن احنا نصل لأفضل إنتاج وأفضل معيشة لهذا الشعب الطيب نعم لو وددنا أن نتعرف على أبرز ملامح البرنامج الانتخابي لحضرتكو من خلال تخصصي وتواجودي الصحي فأتكون أول أولوياتي الاتجاه للسمو بالمستوى الصحي من خلال تواجد عدد ضخم من الحضانات عدد ضخم من أماكن العناية الصحية الفائقة من تواجد أخصائيين واستشاريين في جميع التخصصات في المستشفيات وتواجد الأدوية ومستلزمات العمليات ومستلزمات العلاج ده بما يخص الصحة ننتقل إلى التعليم أولا لازم ننصف المعلمين لازم نقلل كسافة الفصول ولازم ننشئ عدد ضخم من المدارس حتى نعتقل بمستوى التعليم ومستوى المعلم في هذا البلد الطيب انتقالا إلى الصيادين في مدينة إدكو اللي مشاكلها جمع الصيادين في مدينة إدكو يعانوا أشد المعاناة في هذه الأيام منعوا من الصيد ممنوع أن هم ينزلوا حوالي 300 سفينة صيد ممنوعة تنزل وحتى القلة القليلة اللي بتنزل ما لهمش مينة مجهز هذا المينة يساعد الصيادين أن يبدأ يومه مش أنه يسحب السفينة من على الشط وينزلها وفي نهاية اليوم يحتاج يجبها من داخل المية يحطها تاني على الشط لازم يكون لهم مينة الصيادين الغلابة دول لازم يكون لهم نقابة تبقى مسؤولة عنهم لازم يكون لهم معاشي استثنائي في حالة العجز وحالة عدم المقدرة الانتاج بتاحهم لا يسوق جيدا محتاجين يكون في مصنع يسوق انتاجهم وفي نفس الوقت يبقى لهم حياة أفضل من اللي هم عايشين هذا بالنسبة للصيادين ننتقل إلى بحيرة إدكو دي من أحد المشاكل الضخمة جدا اللي تم الاعتداء عليها تقلصت من حوالي 50 ألف فدان في الوقت الحالي هي قلة قليلة حوالي 14 ألف فدان الكمية دي اختفت فين مين اللي اعتدى عليها من الفساد ومن تطاول الحزوة السابقة اللي ما نجحناش ان احنا نضع ايدينا في حال مشاكل الفساد الناس الطيبة دي لو خلينا كل صياد يحمل بطاقة مكتوب فيها صياد ياخد جزء من هذا المكان يستغلوا استغلال طيب أفضل ما كل يوم بيتم الاعتداء عليها واحنا بنفقد كل يوم جزء منها تمام وهي قد تكون المصدر الأول في إنتاج السهوة السماكية في البلد تمام دي من ضمن المشاكل الأساسية انتقالا إلى البنية التحتية من تهالك الطوء المؤدية لمدينة اتكو السكة المؤدية لمدينة اتكو ساعتك دي دابل وي اتجاهين تمام اتساح لا يتعدى حوالي 6 أمطاع من اليمين مياه ومن الشمال مياه هذا الطريق أنا بسميه سكة الموت تمام لما يبقى معايا حد بنزل هذا البلد الطيب مش عايز أقول لي ساعتك يعني بامسك قلبي بإيدي زي ما بقوله من احنا ناصل سالمين هذا الطريق لابد من جعله اتجاهين وفي نفس الوقت يبقى عليه وسائل إضاءة كله مظلم من بدايته لإنهايته انتقالا بقى ساعتك إلى البطالة الشباب كمية شباب ضخمة جدا بعد ما يصلوا لتلاتين سنة حوالي 12 ألف شاب في مدينة اتكو وفي مدينة طب حمص والعدد يفوق ذلك يبقوا معاهم تعليم عالي ويشتغل يقدم قهوة في الكافهات تمام محتاجين في الوقت دوت ان احنا نعمل لهم ولو بدى البطالة لحين تواجد عمل لهم عمل يخليهم يعيشوا حياة طيبة حياة مش محتاجين ان هم يمدوا اديهم لحد ما يبقى عندهم وقت ان هو يقعد على كافهات وقهاوي ويلجأ إلى سكك مش كويسة ونفقد شبابنا احنا ما عندناش مشكلة سكانية في البلد الطيب البلد عماتا ما عندناش مشكلة سكانية احنا عندنا مشكلة في ازاي نستغل هذه الطاقة السكانية الطيبة نحن نوجهها صح نعمل لها المصانع نعمل لها وسائل انتاج نصل بيهم لأفضل شيء المشكلة السكانية في البلد مش قائمة احنا عندنا مشكلة ازاي نوجه شبابنا ازاي نعمل لهم ازاي نخليهم فئة منتجة تمام ومشاكل جمع يعني قد نصل بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نحاول نحل هذه المشاكل المستعطية في مدن اتكو خاصة انقطاع المياه بشكل متواصل تمام يعني ساعتك المياه ممكن تتبقى قطعة ثلاثة ايام والناس يعني بالإضافة لتلوس المياه بالإضافة للبطالة بالإضافة لسوء الخدمات الصحية يعني كمية ضخمة جدا من المشاكل نعم دكتور هننتقل للجزئية اخرى وهي تواجدك بالشارع للاحتكاج بالمواطنين كيف تقوم بتطبيق ذلك الآن وما رأيك فيه يعني من خلال نزول للشارع كثيرا هناك المواطنين الذين يقولون ان النائب نراه فقط فترة الحمالات الانتخابية ورا نراه بعد ذلك هو ساعتك انا من فضل الله انا من ابن من ابناء مدينة ابو حمص متواجد في المستشفى بشكل منتظم متواجد بين اهلي بشكل منتظم ما بغيبش عنهم فضل الله علينا الوسائل الاتصالي الحديثة دلوقتي مش عايز اقول لي ساعتك ممكن يجبوني في اي وقت عايش منهم وواحد من وسطهم نشأت في وسطهم لم اسقط عليهم من السماء ولم يكن في بقي في يوم من الايام مع لا ادهب زي ما بنقول عشت مشاكلهم كاملة واتمنى ان انا اكون ايدي في ايديهم عشان احل مشاكلهم وانا متواجد سواء وفقت او لم اوفق باذن الله انا في خدماتهم جميعا مش من دلوقتي من يوم ما تواجدت في وسطهم وانا ابن عيلة طيبة يعني لا نزكي على الله احدا الجميع يشهد لنا بحسن السمعة وفي جميع الاحوال انكونوا في خدمة هذا الشعب الطيب نعم اذا كيف تتوقع المشاركة في هذه الدائرة الانتخابية هل الناس لديهم تفاعل او امل بالانتخابات البرلمانية القادمة ام هناك حالة من يعني كيف رصدت ذلك خلال تواجدك وسط المواطنين وانا ساعدتك بعد تلاتين ستة الى شعب واعي يفهم كيف ينطقي من يمثله وده املنا وده تفاعلنا بالوقت اللي جاي ان شاء الله لن نعود لمن يقدم الخدمات الخفيفة ولمن يقدم المال السياسي للناخب بحيث انه يضحك عليه وياخد صوته احنا بنسعد الوقت ان احنا ننطقي نائب كويس يكون ممثل لهذا الشعب الطيب يعبى عن احلامهم يضع يده في يدهم لتحقيق اهدافهم وفي نفس الوقت ما يكونش بيستغلهم وينجح ويختفي عنهم وده املنا ان الشباب وان الشعب ينجح في حسن الاختيار ما هو اول المشاريع القانونية التي تود ان تقوم باقتراحها حين دخولك البرلمان الحاجة الاساسية والحاجة اللاجب جميعا ان احنا نسعى لها على المستوى الدولة ان احنا نفعل مدنية الدولة نبتعد عن الاتجاهات التي قد تسخط البلد في وقت ما يده على مستوى الدولة عمتا ان احنا نحسن علاقاتنا بجميع الدول ان احنا نستغل انتاجنا وموادنا بالعلو بهذا الشعب الطيب ان انا اصل بمستوى صحة ومستوى تعليم ان انا ما يبقاش عندي عدد من المعالجين بالفشل الكلوي يستنزف هذا البلد ان انا ما يبقاش عندي عدد من الشعب اللي يعاني من الفشل الكبدي والفشل الكلوي بهذا العدد الضخم من خلال ان انا احسن المياه المياه ما تبقاش ملوسة ان انا في نفس الوقت يبقى عندي وقاية قبل ما عالج من منطلق ان انا اضع خطة لي وقاية الشعب من هذه الاشياء المزمنة وفي نفس الوقت اعالج المشاكل القائمة بحيث بخلال كيف يتم ذلك قانونيا يا دكتور قانونيا ان احنا يجب ان احنا نفعل ما نملكه البسيط ما نملكه في خدمة هذا الشعب الطيب بدل ما نوجه انتاجنا للاستهلاك لا انا عز اعمل مصانع واعمل مستشفيات ولا استغل الامكانيات البسيطة الموجودة في البلد ونستغلها افضل استغلال يعني اقولها بالمعنى البلدي بتاعنا عندي لكل واحد من اهل البلد الطيب ده هوت وسيلة للمعيشة افضل من يديروا سمكة يا كلها يبقى من خلال هذا المنطلق نعلو بهذا الشعب الطيب نعلو بالامكانيات البسيطة بتاعتنا اللي نضع نفسنا في مقدمة الدول بازن الله نعم وانطلاقا من اللي حضرتك قلته احنا معنا عدد من هذا الشعب الطيب هيقوموا بعرض يعني اهم المشكلات التي رونها من خلال معيشاتهم هنا بابو حمص واتكو حضرتك سترد على هذه المشكلات بمقترحاتك حين دخولك البرلمان هنبدأ الاول مع حضرتك تفضل عرفنا باسمك وقولنا ما هي ابرز المشكلات التي رصدتها من خلال معيشتك هنا علي البنة من مواطني اتكو قبل كل شي بشكر قناة الحياة اللي بتعيش وتتفاعل مع كل ابناء الشعب لحل مشاكلهم في الحقيقة ان مشاكل اتكو مشاكل مقتزة ولما نيجي اصرتها حصلت مشاكل ياما اوي من ضمنها البطالة بطالة الشباب بطالة الشباب التي تمثل جزء خطير جدا والتكسح في الشوارع اللي بيوصل ان عدد المتكسعين في الشوارع من الشباب المحترم المؤهل الى حوالي 12 الف شاب المشكلة دي مشكلة كبيرة واللي حاطتها ان هناك شركات شركات بطرول اغتصبت اماكن كبيرة جدا من مناطق من اراضي اتكو وللاسف الشديد ما بياخدوش تعيينات من الشباب فانا ابو طالب ان تعيين هؤلاء الشباب يكون بشهادة الميلاد وليس بالبطاعة اللي بيغيروا مكان البطاعة النقطة التانية عندي مشكلة من المشكلات الفضيعة مستشفة اتكو المركزي المشكلة اللي بيعتبرها الجسة الهامدة مستشفة متعالية وامكانياتها البناء بتاعها عالي جدا الى ان كل المحتويات اللي فيها في شينك كل المحتويات اللي فيها لا ترقى بمستوى الصحي المحترم لابن اتكو الطيب عدد الاطباء قليل جدا وبالذات مخ وعصاب والاطفال ونسا وولادة ما فيش خالص النقطة الاهم من الموضوع ان عندنا مشكلة مشكلة الصيادين اذا كان برا وبحرا المشكلة كبيرة جدا لما يتم اقتصاب بحيرة اتكو من خمسين الف فدان الى حوالي اربعتاشر الف فدان عايزين نحافظ على البقية البقية من بحيرة اتكو للصياد الغلبان اللي النهاردة طلع اولاده من المدارس لانه مش عارف يدفع لهم مصاريف وفي الوقت نفسه لانه مش عارف يعيش اوجست فانجست يعني هننطلق يعني الى حلول هذه المشكلات من خلال وجهة نظر مرشحنا دكتور يعني هنبدأ بالصحة مستشفى اتكو يعني نقص بدكاتية المخو العصاب وحرك دكتور مخو العصاب كيف هدلك وانا عاستعزينك في نقطة مهمة يعني انا وسع نطاق الحديث من مستشفى اتكو للصحة عمتا في البلد احنا مش محتاجين مستشفى اتكو بس احنا محتاجين نعلق بالصحة على مستوى البلد اذا كانت مستشفى اتكو داخل ديوتي فده حاجة تسعدني ولكن اذا انا هدف الاسمة ان يبقى كل المستشفى فيها جميع التخصصات فيها جميع الادوية اللي نقصة كل الحضانات كافية بدل ما في وقت من الاوقات بيبقى عندنا طفل وليد مش لقين له حضانة تمام بنبقى محتاجين مكان في العناية مش لقين مكان في العناية من اين نبدأ يا فاندن في حل مشكلة الصحة نبدأ من مستغلال الامكانيات البسيطة نصل بيها الاعلى حاجة يعني نستغل الامكانيات المتاحة عندنا من اطباء مؤهلين متواجدين ونحسن اليهم في ان احنا ننفق عليهم انفاق جيد شان يبقى وقته الاغلب للمستشفى تمام لان الاطباء بيعانوا من مشكلة شديدة لازم نتمنى نفتحها ونحلها من تدني مستوى معيشة الاطباء من خلال دخلهم من الحكومة انا متخيل ان احنا في وقت من الوقات يبقى عندنا تأمين صحي شامل على الشعب كله ما يبقاش فئة بسيطة هي المؤمن عليها انا محتاج اقمن على الفلاح محتاج اقمن على الصياد محتاج استغل العدد البسيط في امكانيات الدولة تمام ان انا اعلى بمستوى المستشفيات من خلال استغلال البسيط حتى نصل للاعلى تمام لن نمسك معلقة عصى ذهبية نحل بيها مشاكلنا احنا هنحل مشاكلنا بالمتاح هذا المتاح اذا احسن استغلاله ان شاء الله نصل للافضل نقطة الاخرى وهي البطالة هي مشكلة كبيرة بالفعل هي مشكلة البطالة دي على مستوى الدولة كمتا ودي المشكلة اللي بيقولوا على مشكلة البطالة والمشكلة السكنية هي ليست مشكلة هي سوء استغلال ما هو متاح للوصول للافضل الشاب اللي مش لاقي وظيفة ده انا لازم احطي في ايده بدل بطالة وفي نفس الوقت اجي في كل مدينة وفي كل عزبة وفي كل قاية اعمل مصنع اعمل مصنع عملت حاجتين استغلت انتاج هذا البلد وشغلت شبابه وعليت به وانتاجه بدل ما بيعه بثمن بخص ويستغل الوسيط في اخذ مكسب هذا الشعب لا انا اخلي الانتاج دخله يوضح في يد المنتج وانحل مشكلتيني وباقينا دولة منتجة ما بيعش منتجنا خام وفي نفس الوقت حلية مشكلة البطالة في عنطق المواطن اخر باتعرف لحضرتك وما هي ابرز المشكلات التي رسلتها في عجلة مهدس احمر عبدالسيد عضو لجنة الوفد ابو حمص مشاكلنا مشاكل عادية زي اي مشاكل موجودة في كل قطاعات الجمهورية وحنبرز مشاكل ابو حمص في المشكلات السريعة كده تدني المستوى التعليمي مشاكل مركز الشباب خاصة عدم موجود ملاعب وتمثل ذلك في مركز شباب القاريتي انا شخصيا مركز شباب الغابة مشاكل مياه الشرب رغم ان ابو حمص موجود فيها اكبر محادة الشربة موجودة في محافظة الجمهورية كلها مشاكل المواقف خاصة مواقف البر البحري المواقف الموجودة عند المستشفى والمواقف الموجودة عند البر الكبرى الارضي ومشاكل عدم موجود كبري علوي على مستقنة ابو حمص ودي اهم مشاكل مدينة ابو حمص مشاكل حوادث الطرق المستمر على طريق الزراعي بين أبو حمص وبينكفر الدورة ومنهور لعدم موجود كباري علوية للمشاه عدم البدء في كبري اللي بربط الطريق الدائري بالساحل الدولي بالطريق الزراعي عن دقارة الغامة ثم عندنا مشكلة أخيرة بقى مشكلة يعني تتمثل في أحد الكوارث اللي نتج عنها الصرفات ما بعد ثورة 25 يناير وهي ضعف مستوى الأداء للوعاز ولئمة المساجد وعدم قيام وزفة الأوقاف بدورها كاملا في تدريب وتوعية هؤلاء الوعاز نعم أنا بشكر حكرا جزيلا أنا هنتقل لدكتور إبراهيم دكتور يعني خلينا نمسك جزئية جزئية ومقترحات حضرتك لعلاجها في عجالة خلينا نبدأ من لماذا كل هذه المشكلات خدمية لا يوجد بنية تحتية في أبو حمص تعلمنا من خلال تعليم السابق لنا أن أي مشكلة بداية حلها أننا نضع خطة هذا البلد الطيب محتاج من يضع خطة للعلو به إذا كان على مستوى الصحة إذا كان على مستوى البنية التحتية إذا كان على مستوى المزلقانات حتى على مستوى الحوادث نحن لا نضع خطة طويلة الأجل إحنا محتاجين نضع خطة ولو على خمسين سنة يبقى عندنا خطة مؤقتة وخطة طويلة الأجل اللي بيحصل أن يجي المسؤول يقعد سنة ويمشي ويجي من بعده يبدأ من جديد تمام وفي نفس الوقت يبقى عندنا سياسة السواب والعقاب من يوضع في موقع المسئولية يسأل بعد مدة ماذا قدمت وماذا أنتجت فإذا أنتج نضع يدنا في يده ونساعده إذا لم ينتج فهناك كفاءات هي اللي عتعله بالبلد الطيب ده هي مشكلتنا أننا لا عندناش حسن الإضاءة لازم يبقى عندنا مبدئيا خطة نضع بيها للوصول لهدف معين هذه الخطة لا توضع وإن وضعت تبقى تسيئة الأجل وإن وضع الشخص لا ينفذ هذه الخطة هذا مشكلة البلد عمتا وأبو حمص وقتك جزء من هذا البلد الطيب إذن هننتقل لمواطن أخر بتعرفها حضرتك في عجلة أيضا صف لي ما هي المشاكل التي رصدتها وتكون مختلفة عن المشاكل التي رصدناها من قبل حضرتك عامل التوني من أبو حمص هو مشكلة أبو حمص أن طبيعة المزل الداخل الرئيسي في أبو حمص أنه هو يحتمل على الزراعة مشكلة الزراعة الفلاح المصري بعد سورة 25 ينهي و36 الوحيد الانزلم الوحيد اللي مخدش حاجه عندنا في المشكلة الزراعة ما فيش مستلزمات إنتاج عدم توفير الزراعة عدم تسويق المحصول بشكل محترم الفلاح المصري الوحيد الانزلم بأصحاب الأراضي الزراعية اللي كانوا لهم أملاك في الأرض الزراعية باعوها وبارت مقر الوحيد للمساحات سكان فالأرض تقلصت بالنسبة للمشكلة الثانية مشكلة المستشفات العامة ما فيش مستشفات العامة بقية الشباب بتاعها بس دين مشكلة العامة دي فهم يعني كنا نسمع في المدرسة ونحن صغار أن مصر بلد زراعي ماذا حدث وكيف سنقوم بحل مشكلة تقلص المساحة الخضراء وبناء المباني عليها هو بالنسبة لأهلنا الفلاحين في مشكلة أساسية مستلزمات الانتاج اللي بيتم المغالاة في تمنها على حساب هذا الفلاح المعدم اللي محتاج أن حد يضع يطبطب عليه ويضع يده ويحنه عليه حتى نصل به لمستوى أعلى نيجي نبيع للفلاح مستلزمات الانتاج بالأسعار العالمية ولما نيجي ناخد انتاجه نقول له لا ده احنا نوقف التزيئة وناخد منك بتمن بخص دي المشكلة الأساسية ننتقل للبنية التحتية في المباني الحكومة لم تضع للفلاح بديل انه يبني يعتدي على الأرض الزواعي لازم نوسع نقول له انت عندك بساحة قد كده تفضل ابني في المكان ده علشان نستقطب الفلاحين للعمل في الحقول وفي نفس الوقت نبدأ نستصلح أماكن بديلة واحنا عندنا الزهير الصحاوي ما شاء الله عليه وعن نعيد للنقطة التانية احنا مشكلتنا مشكلة تخطيط تمام بهذا الشعب الطيب بهذه القوة الانتاجية بهذه الكسافة السكانية احنا محتاجين مشكلة تخطيط نضع خطة قصيعة الأجل وتانية طويلة الأجل حتى نصل لأفضل شيء هنختم مع حضرتك اتفضل عرفني باسمك وما هي أبرز المشكلات التي رصدتها ومن خلال كونك شاب يعني مشكلات الشباب هنا في هذه الدائرة بسم الله الرحمن الرحيم اعرفكم بنفسي محمد حسن البنة من موليد 86 طبعا انا عايز اتكلم عن مشكلة موجودة اعتبر في مركز ابو حمص ومحدش خالص بتكلم فيها مهورية مصر عربية بحلها اللي هي بالنسبة للشباب اللي بيسافروا برا اللي كانوا في ليبيا مثلا اللي سابوا أملاكهم وشغلهم ودنياتهم أيام الصورة جوم مصرهم اي حبار في مجلس الشعب وبالنسبة للمشكلة التانية اللي هي موجودة دلوقتي اكتر بالنسبة البطالة اللي بتسافر هجرة غير شرعية يعني لا فيه إثبات انهم سافروا ولا فيه إثبات انهم طلعوا من مصر أصلا خالص مصرهم اي دلوقتي بالنسبة للحكومة المصرية يعني هو السؤال ممكن يعني أضيف عليه شقين ماذا ستفعل للشباب بعد ترشوحك للبرلمان ويعني أيضا نريد حلل المشكلة أو النقطة التي أثرها الأساس ان احنا نضع خطة نضع في نفس الوقت بدل بطالة لهذا الشباب نبدأ نستقطبه نبدأ نخليه يقول بلادي 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 عشان نحتويهم تاني لازم هذا الشباب نحتويه ونجد له مجال للعمل حتى يعود الولاء لهذا البلد حتى يعود الولاء لهذا البلد احنا بدل ما نحدف نفسنا في المية عشان نسعى للقمة العيش في مكان تاني لا انا عاجد لهذا الشاب وهذا الأخ وهذا الابن وظيفة ومجال عمل يبدأ بيه حياته وفي نفس الوقت يعود ولاءه للبلد تاني بعد ما فقدنا ولاء جزء ضخم من شبابنا نعم يعني وماذا ستقوم بعمله من أجل إشراق الشباب في عمل مجتمعي مثلا في هذه الدائرة مبدئيا يبقى هدفي الأول أن يبقى في كل مدينة وفي كل عزبة مصنع مصنع يستغل إنتاج هذا البلد في تشغيل الشباب وفي تحويل المادة الخام إلى منتج نبيعه بتاما كويس وفي نفس الوقت نعله بمستوى الشعب ده في نقطة كمان عاستاذ ساعتك عنتقل إليها اللي هي نقطة المزلقان بتاع مدينة أبو حمص مدينة أبو حمص بتعاني من قديم الأزل أن احنا بنقف على المزلقان ساعة أحيانا عشان ندخل البلد وجالنا قبل كده اعتمادات أن احنا نعمل كبه يعلوي على هذا المزلقان وللأسف لم يفعل لم يفعل لأن اللي كانت بتحط في موقع تنفيذي كان هدفه الأول أنه هو مصالحه الشخصية قبل مصالح هذا البلد لازم في وقت من الأوقات لأنه أحيانا بتبقى دخل إسعاف البلد ويبقى فيها مصاب ويقف على المزلقان نصف ساعة لساعة تمام ويقطبنا الموجود في هذا البلد إن شاء الله هنعلو بيها ونحل مشاكلها وندعو هذا الشعب أنه يحسن انتقاء من يمثله يكون فيه موقع مسئولية يسأل بعد ذلك إزاي هتحل مشاكلنا وصلت لإيه ومن لا يجيد يتنحى جانبا ويطرق موقعه لمن يجيد نعم أفيدا نوجه كلمة لأهل دائرتك الكلمة الأساسية الكلمة الأساسية اللي أنا حب أقولها لأهل أبو حمص وإدكو على مستوى البلد بحلها أن يحسنوا الانتقاء أن يضعوا صوته في مكان ما يكونش حد ناوي يستغله يستغله صوته يكون متواجد في وسطه يكون عنده كفاءة علمية وكفاءة أخلاقية أنه هو من خلال هذا الموقع يخدم البلد ما يكونش في خلال الانتخابات متواجد وبعد كده يختفي في سبيل مصالحه الشخصية ويكون حسن السمعة ويكون من أهل بلده ويكون متواجد بشكل متواصل شكرا جزيلا الدكتور يعني دكتور إبراهيم محمد البنة مرشح حزب الوفد عن دائرة أبو حمص وإدكو كان معنا في حوار حميمي مع أهالي دائرته وأطلعنا على عدد من البرامج أو نقاط البرنامج الانتخابة التي يود أن يطبقها في حال انتخابه مرشحا عن هذه الدائرة وأيضا اتعرفنا على أهم مشكلات هذه الدائرة شكرا لطيب المتابعة ونعود مرة أخرى للطاريخ للبرلمان لاستكمال الفقرات يجاي علشان أدنى اللي يجايب هو الحياة بكرة جايب حلمنا وجايب سعادة وخير معاك يجب حلم انت تبدأ فكرتك خد خطوتك من زمن والخين معاك ويمشين في سكتك عندي نفتت يا يلا الحياة عايزة العمل لسه في أحلام كتيرة محتاجة شغل وأمان اللي يجاي علشان ما أتنى اللي يجاي هو الحياة بكرة جايب حلمنا وجاي أول حزب مصري فكر في المصري بجد حزب الوفد مستقبل له تاريخ أهلا بكم مشاهدينا في الطريق البرلمان ربما الأعادة على معظم المقاعد الفردية في غالبية المحافظات بالنسبة للمرحلة الأولى بتطلب نظرة وإعادة نظر من قبل المرشحين والناخبين أيضا ربما إعادة أو تعديل بعض البرامج ربما دروس مستفادة من اللي حصل في عملية التصويت اللي فاتت من عملية الأقبال بالنسبة لفئات المشاركة أيضا في عملية التصويت نحن النهاردة في قرية البرجاية يعني التابع على مركز المينيا معي الآن العمدة عثمان المنتصر مرشح حزب الوفدة عن هذه الدائرة نرحب بك عمدة عثمان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد طبعا أنا أشرف بهذا اللقاء وبداية أني أشكر أهالي دائرة مركز المينيا على أنهم ثقتهم الغالية فيها الثقة الكبيرة اللي وضعوها فيها وعطوني أصواتهم في المرحلة الأولى ده طبعا شكر لكل أهالي دائرة مركز المينيا من شيوخ وشباب ومرأة وجميع الفئات من أهالي مركز المينيا سواء مسلمين أو مسائيين فإنني أشكرهم شكر وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن إذا كان ربنا يريد لي هذا في هذا الخير فإنني أكون صادق معهم وأكون على حسن ظنهم السقة اللي أولوها لي أنني أكون تحت أمرهم في أي خدمات عامة أو خدمات خاصة بس الخدمات الخاصة إذا كانت هتتعارض مع خدمة لطرف آخر أو لشخص أو هينقص من حق الشخص طبعا لن أتدخل فيها خلينا نتكلم عن عملية التصويت اللي فاتت بالنسبة أنا عارف أن حضرك داخل جولة العادة خلينا نتكلم عن عادة الأصوات عملية الأقبال انطبعك عن هي طبعا هي المرحلة الأولى كان أغلبية الأماكن فيها التصويت ضعيف إنما عندنا هنا في البرجاية كان التصويت يعني كان فيه إقبال لا كان فيه إقبال كان فيه إقبال شديد على التصويت أدي حراك حصلت على أدي في الجولة أولا يعني أنا حصلت طبعا اللي صوته أكثر من خمسين في المية في البرجاية بس طبعا كان فيه أصوات باطلة والأصوات الباطلة دي طبعا دي طالعة بتديني بس طبعا مع برضو عدم التوعية ونسبة الأمية وكمان حب الناس لي إنهم متصورين إنهم طالعين بينتخبوا العمدة ما فيه شغل العمدة المستشار يقول للواحد انتخب مين هم ما بيعرفش يجرى ويكتب يعني قانونا إن المستشار يسألوا يقولوا هتنتخب مين يقولوا العمدة يقولوا مين مع العمدة يقولوا برضو العمدة لدرجة إن ناس كتيرة معلم عليها ثلاث مرات يقول فكان عندي حوالي 900 صوت باطل فطبعا نسبة يعني نسبة التصويت كانت زي ما قلت الحضرتك إنها يمكن فوق الخمسين في المين إذن دي برضو رسالة وممكن مفروض يبقى فيه حالة من التوعية للناخبين أيضا اه طبعا طبعا وبعدين أصل كان إحنا كنا مرشحين 24 مرشح فطبعا عملية برضو بكتيرة العدد كتير المرشحين فطبعا لازم أول ما يقعد يشوف الرمز ده إيه والرمز فين وده إيه وده إيه ده بياخد إيه برضو بيعمل لغبطة مع خاصة الراجل غير المسقف العادة على قدي يعني على مقعد وكم واحد داخل في العادة هو العادة على ستة أفراد ست مرشحين ست مرشحين على كم مقعد على تلاتة تمام اه فطبعا المفروض الناخب هينتخب تلاتة من الستة وأنا بقول لكل واحد في الدائرة رجل وامرأة وشباب إنك تطلع تدلب صوتك ده شيء واجب عليك وشيء واجب وطني ودي أمانة ويخلي بالهم من عملية التصويت نفسها علامة واحدة اه طبعا تبع علامة واحدة يعني اختار التلاتة اللي هو بيعني بيرغبهم واللي هو يعني عايز يدي له صوته وبحرياته ويختار الراجل المناسب في المكان المناسب اه لو أنا مش كويس ما انتخبنيش لازم يكون مقتنع بالله هيدي له صوته لأن دي أمانة دي ربما تكون أول رسالة للناخبين أنا عايز برضو تتكلم عن الفئات اللي شاركت في معظم الدوائر يمكن شايفين الفئات المشاركة كانوا رجال وسيدات وكبر سن لكن فئة الشباب يعني قد تكون ضئيلة في بعض الدوائر أنا عايز تتكلم عن فئة الشباب في الدائرة هنا انتباه حضرتك عن ايه هل جفاة كانت كبيرة متوسطة مقبولة الى حد ما ورسلتك اليوم ايه يعني أنا عندين هنا الشباب خاصة في البرجاية طبعا أنا كل الشباب هنا حقم يعني هاشده نفسها لإيه للمشاركة والوقوف ورايا في الانتخابات بأغلبية الشباب في البرجاية متحمسة للانتخابات عندي في البرجاية أول مركز كم قرية 44 قرية ده غير التوابع بتوع الاربعة واربعين غير توابع الاربعة واربعين تماما عملية التصويت بشكل عام بقى في الجولة الاولى انتباعك عنها ايه بشكل عام بالنسبة لايه يعني يعني نكلم على الانتباع بالنسبة للناس اللي نزلت وشاركت في الانتخابات شايف حضرتك هل هي كانت بالفعل مقبلة على الانتخابات ولا لا هو في البلاد اللي ما فيهش مرشحين دايما كده بيبقى التصويت ضعيفة يعني انا قصد هي هنا قبلية موجودة برضو هنا؟ طبعا ما فيه انتباع هنا بيبقى خاصة عندنا في بلادنا موضوع قابلي وعصبية يعني جرايبي واهلي في كل البلاد طبعا معايا وبيقيدوني فاي مرشح ليه اهل في اي بلد بييدوه خاصة محافظة الصعيد دي يعني دي موجودة عندنا ربما احنا بنتكلم عن دروس مستفادة من جولة الاولى وعن الانتباع عن الجولة الاولى ربما كان فيه برنامج محدد واولويات اكيد ممكن يكون فيه تعديل لبعض البنود خاصة بالبرنامج بتاعت المرشحين عايز اعرف من حضرتك هل فيه تعديل في البرنامج هل فيه اولويات ترتبت على الاوليات اللي فاتت ولا هو لا هو الاوليات معروفة عندي اولياتي عندي معروفة الاولوية الاولى وهي عندني مشكلة مشروع المحاجر اللي عندنا في محافظة المينيا وخاصة انشار جنيل لان مشروع المحاجر ده مشروع دي صروة قومية للبلد فيه نسبة كبيرة جدا من اهالي مركز المينيا وخاصة شارج النيل الدخل اليوم بتاعها متوقف على العمل في المحاجر يعني لما بتتوقف المحاجر بتأثر تأثير كبير على الناس خاصة في شارج النيل يعني فيه اسر لو توقفت المحاجر يمكن ما الجاش يأكل بالامانة وبعدين دهما الدولة تستفاد من تشغيل المحاجر والاهالي هتستفاد وبعدين المحاجر دي الطوب الأبيض اللي هو بتصنعه المحاجر اللي بيطع من المحاجر ده مرتبط يمكن بحوالي خمسة وتسعين أو سبعة وتسعين مهنة لو هحسبها لك مهنة مهنة هتلاقيها مرتبطة ببعضها كلها وده بينزل كل فئة من الفئات أو كل مهنة من المهن اللي مرتبطة بالطوب الأبيض بطبعا دي بتشغله وبياخد منها بيدر له داخل وبالتالي بينزل الضخاف السوق بينزل يقدر يعيش منها والأسرته فالنهاردة لما بيحصل حكاية الرسومة اللي وضعتها وزارة التنمية المحلية على المحاجر وأثرت عليها ده طبعا عمل ضرب جامد فيه عند الناس وأهالي الناس شارج النيل فلابد نشوف حل لمشكلة المحاجر شارج النيل لأن حوالي يمكن من 500 ألف أسرة شارج النيل الدخل الرئيسي لها موضوع المحاجر لأن مفيش محاجر على المستوى الجمهورية طوب أبيض غير في المينيا فالمفروض هنكون لنا دور فيها لحل هذه المشكلة لو كلمنا عن مشاكل تانية مرتبطة أيضا بالفلاح ومشكلة الزراعة وتصدير البطاطس يمكننا عرف أن هنا أكتر حاجة البطاطس وبيتقابل المشكلة جامد بالنسبة للفلاحين عايزين نعرف برضو رؤية حضرتك لها إيه المتوقع من هذه الزراعة هو حضرتك طبعا بالنسبة لإحنا المحصول الرئيسي عندنا هنا في البرجاية محصول البطاطس محصول البطاطس ده في زراحته مكلف وتكاليفه عالية إلى جانب أن أصلا التجاوي دي بتيجي مستوردة من بره ويتحكموا فيها موكلين للأسر ودي مشكلة برضو هنشوفها ولازم تتعالج عشان أنا ما خليش موكلين يتحكموا في جوت الناس وفي لجمة عيش الناس عدد بسيط ما ينفعش إنه يتحكم في لجمة عيش الناس عدد بسيط يعني طن التجاوي بيوصل 16 ألف و 17 ألف وهو يبقى يجيب وبره واجه عليه بخمس ست تلاف جنيه ولا سبع تلاف جنيه ويجي بعوه ليانا بخمستاشر ألف وستاشر ألف وسبعتاشر ألف وبعدين لازم نشوف حل لازم يبقى فيه تصدير للبطاطس لأن عدم تصدير البطاطس قدينا سنتين النهاردة في حالة خسارة شديدة جداً من عدم تصدير البطاطس لأن إيه طبعاً خلى الأسعار تدند تدند الخسارة جامدة يعني يعني الفدان البطاطس فيه زراعة البطاطس جتوي وفيه صيفي فدي مكلفة يعني الفدان في الشتوي ده اللي هو إحنا فيه حالياً ده اللي مزروق مش أجل منه متكلف من 12 ألف جنيه الفدان طيب الفدان نهار ما يجيب له هيجيب له 12 تن 13 تن على حسب ظروف البيئة والجو بتختلف لو جاب 12-13 تن وهي جبيع الطن بألف جنيه بألف ومتيه مثلاً يبقى فين العائد اللي أنا الفلاح مستنيه من زرعة عشان يكسب منها ويقدر يعيش منها هو وقصرته أو إن كان عليه ديون خاصةً لو كان واخد قرد منين؟ من البنك التنمية جبه كده مش هيقدر يسدد يسدد القرد لأنه هو واخد القرد عشان يقدر يزرع أو يقدر يشتري التجاوي فلما يحصل الضرب فطبعاً هيبتده يخسر مش هيقدر يسدد والبنك بيطالبه وبيدخله في خضايا وفي محاكم فدي برضه لازم نشوف لها حل معه بنك التنمية فطبعاً أنا طبعاً اللي عايز ورضه من الحكومة أنها تساعدنا في تسويج المحاصيل لازم يبقى في تسويج في طريقة لتسويج المحاصيل عشان النهاردة الزراعة أنت في مصر خصوصاً أنت في الأصل أصلاً بلد زراعية قبل ما تكون صناعية بلد زراعية قبل ما تكون صناعية فالنهاردة الفلاح الأسمدة أسعارها غليل والكميات اللي بتتوزع في الجمعيات لأنهم الوقتي رفعوا الأسمدة من البنك التنمية وأضفوها للجمعيات الكميات اللي بتتوزع يعني إيه مثلاً يدين للفدان ثلاثة انصاص ثلاثة كياس ثلاثة كياس أربعة كياس Itu طب ما هو فدان البطاطس ده بيخد له عشرة كياس طب يبطره سيشتره من السوج السودع لو ما عطيتش المحصول بتاعي الكمية الكافية مش هينتج مش هيدين المحصول يعني كمثال يعني النهاردة اي انسان لما ما يتغزاش هيقدر يقوم وما يمشي ازاي بس حكاية النبات ده لازم لي نسبة معينة من الغزاء وغزاءه ايه السمات فمشكلة السمات دي مشكلة برضو ولابد ان احنا نشوف لها حل احنا عايزين برضو نستعرض بعض الملفات الخاصة بالديرة والمشاكل اللي بتعاني منها الهالي الديرة احنا معنا بعض الاهالي نستعرض منهم التفاصيل ونشوف الاولويات بالنسبة لهم احنا برضو نبتدي بحضرتك عرفني بنفسك وقولي يعني ايه المشاكل اللي عندوك و ايه المطلوب من المرشح بالنسبة للبرلمان القادم يحيان فاروق حسن رئيس مركز شوال برجعي حضرتك احنا بالنسبة للمطالب قبل كل شيء احنا بنتكلم عن النائب بتاعنا هو نائب متميز في الخدمات حقيقة يعني وكمان تميزه انه عنده افكار كتيرة جدا عن التشريع و الرقابة يعني مش نائب يعني هو بيعرف الدور المنوط به عضو الشعب او عضو النائب البرلماني اللي هو تشريع و الرقابة فضلا عن النوع خدمي هو بيجنب الدور الخدمي 100% كعمدة للبلد والدور التشريع و الرقابة هو فهمه جدا وعارف يعنيه تشريع وعارف يعنيه رقابة وادوات الرقابة المنوطة احنا للأسف انت تكلمت في حتة مهمة جدا ان هي بالنسبة للخدمات المطلوبة الفلاحة المصري فعلا في انحطاط كامل بسبب عدم تسويق المنتجات بتاعته انا لو اعمل جمعيات على غرار الاصلاح الزراع زمان على مكان يخش القطن في البورصة كان بيعمل جمعيات للتسويق منتجات الفلاحة لان احنا منقطع بنسبة النايب ان في المرحلة الجاية في موضوع التسويق ده لازم يتعامل جمعيات في كل قرية لتسويق منتجات الفلاح حتى لا يقوم التاجر باستقصال الفلاح اصلا بضرره لان انت بالدورة تتدخل فعمل جمعيات التسويقية على غرار القطن الزمان لما كان يصلاح الزراع بعمل هذا كلام تاني حاجة لما اخذها انت بتكلم على عزوف الشباب عزوف الشباب ده ليه اسباب كبيرة جدا خلال حضرتك اولا الاعلام كان له تأثير لا هنا هناك عشان مراجعة هناك عشان مراجعة المسبة هنا اقول لك 8% شباب طالع من البلد انما النسبة عموما في البلد اللي مفاش مراجحين النسبة ضعيفة ليه ما فيه اسباب اولا الاعلام ليس له تأثير قوي جدا على الشباب في المرحلة الموجودة ديت بيجيب بعض النخب بيتكلم ويتحدثوا في امور يعني بتنفر الشباب تاني حاجة وزير الشباب انا يعني بقلوم عليه في حاجة رغم ان هو راجل ممتاز جدا 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 المهندس غلاب عزيز افضل الناس قبل لك اللي عندها فكر وعندها رؤية ولكن بقيب عليه مانع مراكز الشباب من التعامل في السياسة وده اخطر الشيء اللي خلال الشباب يعزف ان عدمية المصاري الحكومية اه الا مراكز الشباب لما يجي المرشحين كلهم يعني بدون استثناء يؤمر مراكز الشباب بان يستقبل جمال المرشحين مش مرشح واحد فقط لغير هنا هيخلي الشباب يعرف يعني سياسة اثقف الشباب ازاي انما انت عندك لا مفيش ثقافة في الانتخابات مفيش ثقافة النهائية النادوات موجودة بس ضعيفة انما تسبك من النادوات انا لازم اشرك الشباب لازم احركوا لازم افعلوا في مراكز الشباب ازاي دي صورة مراكز الشباب فأحنا بنتكلم على الدور المنطبية والشعب هو التشريع والرقابة فضلا عن ان هو خدم وادوات الرقابة معروفة والعمدر يعني ممتاز جدا فيها في امور كثيرة جدا برضو من دمن النخب في التلفزيون بيتحدثوا عن عدم خروج الناس المشاكل اللي حصلت في البلد حاليا للأسفة الشديدة اثرت عن ناخب احنا نأمل من الناس اللي في الاهلام يتحدثوا بلاش الكلام الكثير اللي بيتكلموا فيه عن موضوع الشباب انت لولا تشاحت الشباب بالوقت اصلا في الانتخابات الشباب نفسه التالي مش يطلع انتخب لان دي صقافة في المجتمع لابد تتولد مع الشباب من الابتدائي في الابتدائي لابد ان الشباب ده يدرس يعني ايه سياسة يدرس يعني ايه ضرور الانتخابي لازم في الابتدائي والاعدادي والسانوي هذا الكلام تاني حاجة احنا بنطلب من عمدتنا او من ناقب بتاعنا ان هو يقوم على مصاري البلد عندنا مشاكل في الابتدائي بتاعتنا كتير بالنسبة للمحاجر زي ما قال احساعدته بالنسبة للدورة الزراعية لابد ان تقعد تاني بالنسبة لاندنا اكبر محافظة على مستوى الجمهورية فيها موارد ضخمة زي المحاجر زي الابتداء الثلاطرية اكبر محافظة على مستوى الجمهورية فيه مفيش مصانع تحولية هنأمر منه نجيب المستثمرين وعمل مصانع تحولية في البلد عشان قطر يعمل قيمة مضافة بدل ما تتصدر المواد الخام لا قيمة مضافة يبقى عندنا ارادات ضخمة ان شاء الله تعود على البلد بالخير والنفق وان شاء الله ربنا نوفق النائب بإذن الله بتاعنا وان شاء الله هو النائب بتاع ديال ان شاء الله طيب مواطنين اخرين برضو عايز تكلمني عن مشاكل خاصة هنا بالدينة اولا بسم الله الرحمن الرحيم حامد الله قصار رياضي بلازر الشريف لو نتكلم عن مشاكل لو عن الحق جيحية واستفاد في مشاكل كتير والعمضة عثمان نقش قضايا مهمة جدا عن المحاجر ودي قضية ضخمة داخل مدينة المينيا وبيشمل وبينصب في صالح مواطنين كتير من محدود الدخل في خط شرق النيل كله شرق النيل محافظة المينيا لكن عندنا مشاكل كتير عندنا مشاكل الصرف معظم قرى مركز المينيا لسه ما صلها صرف الصح حتى النهاردة النهاردة في 2015 ومراكز وقرى ويمكن قرى كبيرة قرى زيها عندنا قارة البرجاية توصل مثلا من خمسين ألف نسمة لما صلها صرف الصح حتى هذه اللحظة لما صلها غاز طبيعي مع أن نحنا كل الدونة دلوقتي بدأ الغاز طبيعي الرؤية بقى مختلفة نائب مركز المينيا إن شاء الله العمضة عثمان المنتصر هيكون ليه دور ودور بارز بالإضافة لدوره الرئيسي والدور الرقابة التشريعي لا الدور الخادمة بقى لخدمة أبناء دايرته لازم بقى ننسى كلمة ناندر المينيا ومركز المينيا لا مركز المينيا لازم يكون لي ولأهله نفس السقل ونفس الكتلة لقوا أكبر كتلة تصوطية وأكبر عدد من القرى 44 قرية بالتوابع لوليها غباندا لسه فيه توابع اليوم كمان فأمنا كبير في ساتة النبو عمضة عصمان أعلى المرشحين في المرحلة الأولى 22500 لأ إن شاء الله في العادة موعدنا 2728 أكتوبر مركز المينيا على موعد بدور جديد ودور أكبر مع العمضة عصمان لأنه يستحق مننا كده العمضة عصمان رجل المصالحات الأول في مركز المينيا يمكن من سنة 85 هو الرجل المصالحات الأول وبعلاقات كان أي مشاكل تنتهي فعادات جميلة بصفاء من عائلات وبقى مشاكل ضخمة جدا بيكون هو حلقة الوصل وهمس الوصل فيها ده لو دوره تصالحي لا دوره كمان كخريج حقوق معه ولسانس حقوق في التشريع وتشاهل قوانين هيكون إيجابي جدا بخبراته السقيلة خبراته السقيلة جدا والمتراكمة في هذا المجال أو المجال القانون لا العمضة عصمان إن شاء الله ننتظر منه كتير وفي انتظار على أمل إن شاء الله في العادة نكون في مجلس الشعب أو مجلس النواب الأول بسم الله الرحمن الرحيم محمد صبر موسى طالب كلية الأداء في جامعة المينيا الأول بس أنا أتكلم في نقطة مهمة جدا ولازم سيادة النبي يكون دي من ضمن أهم أولوياته التعليم طبعا إحنا الفترة دي بنشوف التعليم ابتدى اللواء ينزل بمستوى جدا تحت تمام إن أولا الفصول ابتدت فيها تكدس كبير جدا عدد طلاب زاد والمدرسين جلت إحنا في جامعة المينيا عدد طلاب زاد جدا تمام فإحنا نطالب النائب إن هو يوفر لنا جامعة تاني تمام في محافظة المينيا وفيه أراضي كتيرة جدا عندنا هنا في المركز فيه أراضي كتيرة لكن المدرس جلالة جدا الطالب بيخش مش عارف يستوعب المعلومة لأنه وصلت التكدس في الفصل ستين طالب فطبعا المدرس إزاي هيوصل معلومة ستين طالب في وقت واحد تمام فإحنا عاوزين توفير مدارس دي أول حية بعد كده النقطة اللي هي تطلع بعد التعليم البطالة مش بيلاجي تعليم كويس مش عارف هو بيتعلم إيه بيطلع كده خلاص فبيقعد عند النسبة بطالة كبيرة جدا إزاي إن أنا أعلم حرف وإحنا المينيا بلد زرعية وبلد فيها أماكن كديرة جدا المصانع ممكن مدارس عشان عالم الطلبة فأهم أهم نقطة النائب تكون من ضمن أهم أولوياته التعليم والبطالة العمضة عصماني ربما ما يميز هذا البرلمان هو الدور التشريعي قبل الخدمي يمكن بعض المرشحين اللي كانوا في الدورات اللي فاتت أو البرلمانات السابقة اللي بينجاحوا دائما الناخب يدور على الدور الخدمي لكن المرات دي مطلوب دور التشريعي وأعتقد ده ما يميزك عن هو لديك خبرة كبيرة بعملية القوانين والتشريع والتشريع وما إلى ذلك وبالتالي ده اللي مندي ثقة لحضرتك أكثر ببقى أنت موازن ما بين الدور الخدمي وما بين الدور التشريعي هو طبعا هو النائب نائب تشريع ورقابة دوره تشريع ورقابة إلى جانب الخدمي بس هو النائب الدور الأساسي بتاعه تشريع ورقابة يمكن أنا شايف بعض المرشحين ما لهمش علاقة بالتشريعي بيدور على الخدمات أكتر لكن أنت حضرتك رابط ما بين الاتنين الخدمة والتشريع برد أه طبعا يعني لازم إلى جانب التشريع والرقابة ما الناس انتخبتني ليه؟ عشان الخدمات خدمات عامة وخدمات خاصة بالإضافة للتشريع بالإضافة إلى التشريع والرقابة وطبعا لأن في قوانين من جبل صورة 52 أو من جبل الخمسينات في قوانين مازالت موجودة ودي استقوها من القانون الفرنسي ودي المفروض النهاردة احنا في سنة كام احنا في سنة 2015 لازم تكون القوانين مواكبة للتطور بتاع كل مرحلة وتمشي وتواكب العصر اللي هي فيه ده غير القوانين اللي تم إصدارها في الفترة اللي فاتت طبعا القوانين اللي تم إصدارها دي بإذن الله هتقر أعتقد في الظل 15 يوم تجريبا كده لازم يقرها المجلس لازم يقرها المجلس وياخد فيها قرار خلال 15 يوم ده هو الدستور كده لازم يكون عنده دراية بالقوانين وبالتشريع وما إلى ذلك هو نص الدستور كده بينص على كده إن لابد إنها بمجرد ما نعقد المجلس خلال 15 يوم لازم يخر القوانين أو يعدلها أو يرفضها الكلام ده ودي حتة اللي احنا عايزين نخلي الناخب بياخد باله منها إن لازم المرشح يكون عنده دراية كافة بالقوانين هي وبعدين لازم يعني فيه دور للمحليات المجلس المحلية دور أساسي في الخدمات والرقابة برضو لأن برضو النائب مش هيقدر يغطي الرقابة على الجهات الحكومية ومتابعة إلا من خلال المحليات وبعدين المحليات إلا بتوضع خطة الموازنة بتاع كل بلد على حسب المحافظة فيه طبعا الخدمات الدور الخدمي دور مهم جدا لأن ناس فيه ناس طبعا يعني واحد يكون مظلوم في موضوع مظلوم في أي حاجة تخصه مين اللي هيجب معاه ويسند ويدي له حاجه النايب النايب اللي انتخبه ربما شايفين بعض المشاكل الموجودة وأيضا شايفين حلول لها يمكن الأستاذ استعرض برضو المشاكل الخاصة بالزراعة وأيضا استعرض الحلول البديلة للمشكلة ديت فهل من الصعوبة تطبيق هذه الحلول ولا هي فين الحلقة المفقودة بالزبط هو حضرتك ما فيش حاجة ما لهاش حل بس إيه الحل ده ييجي إمتى فيه مواضيع تاخد وقت عشان حلاه وفيه مواضيع ممكن تتحلف في وقت قصير يعني مثلا لازم أعمل صندوق للفلاح عشان أغطي الضرب اللي بيحصل فيه في الأسعار ولازم نشوف حل التسويج المحاصيل لأنه هم جدا تسويج المحاصيل ده بالنسبة للزراعة وبرضو للأسمدة والمياه خلينا نتكلم عن مشكلة الصرف الصحي واتكلم عن مشكلة المياه يعني إحنا على بعد حوالي 6 كيلو من عاصمة المحافظة المانيا نفسها فبالتالي إيه المشكلة أن يوصل الصرف الصحي أعتقد فيه سهولة المسافة المش كبيرة المحطة نفسها كلام ده كله إحنا عندنا صرف صحي حطوا وحفروا وحطوا الشبكة الصرف الصحي في البلد دخل على النهاردة على 10 سنين ما تمش عمل أي حاجة فيها طبعا ما فيش جال موازنة طب وأنت إزاي إنك إنت تعتمد تعتمد مشروع من غير موازنة إزاي على الهوى يعني بتطعك على الناس وفيه إقدار للمال العام وبعدين الشركة اللي بتاخد برضو لجم يكون فيه متابعة من المسؤولين لتنفيذ المشروع ده في وقت قياسي يعني السيد الرئيس السيسي لما قالوا إن قناة السويسي الجديدة هيتم حفرة في خلال جديه ثلاث سنين ثلاث سنين هو جال سنة سنة مع مع الجهد والعمل تم تنفيذها فعلاً في المعادل اللي تحدد وهو سنة إنما لهو جاله ثلاث سنين وخلاص ثلاث سنين كانت ممكن تتمد نربع سنين إنما لازم يبقى فيه قرار حازم وصائب ويتم التنفيذ في الوقت المحدد يعني يعني ضمن ضمن الحاجات السيد الرئيس الجمهورية إن هو الحاجة اللي عايزة تخلص في سنة عايزة يخلصها في شهر عايزة يخلصها في شهرين مفيش وقت لإن البلد عايزة كتير ومحتاجة كتير وعايزة شغل ولازم كلنا نتكاتف نتكاتف للعمل لهذه البلد ولابد اللي بطلبه من شعب مصري جميعاً نغير من سلوكنا لازم تغيير السلوك عشان إحنا وقتين نتقرب على الانتهاء أنا عايز منك رسالتين الرسالة الأولى توجهها للمواطن المصري بشكل عام خاصة محافظات المرحلة الأولى يمكن شفنا الأقبال بشكل عام لقيت عدة 30% وصل إلى 28% أو 26% تقريباً خلينا نتكلم على الناس اللي منزلتش وشاركت الرسالة اللي تحب تقولهم فيه يعني تقولهم إيه في جولة الأعاد يعني أطلب من رجائي رجائي ورجائي وبكررة من كل مواطن ومواطنة من كل رجل وكل الشباب الشباب بالذات الشباب بالذات ما يبتدوش حياتهم بالسلبية ما يبتدوش حياتهم بالسلبية لأن الشباب ده هو الحضر المستقبل وهو دعم البلد فلابد أنه هو عشان يطلع ويتعود ويبني نفسه على عدم السلبية من ضمنها الانتخابات موضوع أساسي طريقة اختياره المرشح طريقة اختياره المرشح عشان يعرف يوازن بين المرشحين وعشان يعرف فكر المرشح ده إيه وده اتجاهه إيه ويختار الصحة بدون معطية كلامك يمكن من ضمن الأسباب بالنسبة للناس اللي عزفت عن المشاركة قالوا إن المرشحين اللي كانوا نزلين كتير جدا دلوقتي احنا في جولة أعادة اعتاقد إن العدد محدود فربما اللي اختيرات قدامه سهلة خاصة للرجل يتجاهل بيجي تسهلة لأن ده الوقت ستة هيختار تلاتة غير كانوا أربعة وعشرين هيختار تلاتة ويقدر يدرس كل واحد دلوقتي ويقدر يدرس كل واحد على حدة في وقت بسيط حتى مش هيخد معاه وقت فأنا تمنى من الله سبحانه وتعالى إن الناس تقتنع بالشخص اللي هي عايزاه وتنزل تنتخب الشخص وتدل بصوتها وده الصوت أمانة وأنا عايز أقول حقيقة تاني أنا لأسف لأخوة المرشحين كلهم أخوة أفاضر وحبايب ونتعامل بكل صدقه وأدب واحترام بس للأسف يعني أبو السلاجي بيطلقوا إشاعات على بعض خليناك كانت بالمناسبة المال السياسي ظهر ولا هو ظهر وظهر بقوة في أماكن معينة طيب إنما عندي هنا لا طبعا قصة أنا النهاردة وده ما يبدأ عندي اللي هيجي يطلب مني فلوس ولا لأ أنا هتديلي فلوس ما هياخد من غيري وهياخد من غير ومش هتدييني وبعدين أنا إذا اشتريته منافسين بقى أنا بكلم عن المنافسين أنا بكلم حضرتك أنا إذا اشتريته بالفلوس يبقى مليش عندي حاجة طبعا كلام مصبوط أو من ضمن الأسباب ببا كلام مصبوط لما تساعدتك فأنا بقول للمرشعين الأفاضل بلاش إطلاق الإشعاعات وخاصة الخوض في حاجات شخصية بتمسش الأشخاص لإني ودي نميمة هيحزبك ربنا عليها وهم مشكلة بالنسبة لعدم العزوف الشباب كما قال سادة الناب بتاعنا أن برضو حكاية القيمة والفردي القيمة أنت بتنتخي بالوقت 45 واحد من الجيزة الأسوان أنا أقصد يعني هذا الكلام دي مشكلة أنا لابنشي ننتخي بالشباب أنا ممكن أعرف مثلا الناس إنما الباقي أعرفوا عن مستوى الجيزة دي مشكلة تاني حاجة برضو قلت برضو بصمم على الدور الإعلام لازم يعرفوا الناس الدور المنطبع لأنه مشكلة الدور بيه لازم يكون تشريع ورقابي ولازم يصمم على أن يعرفوا ودور المحليات هو الدور الخدمي اللي هو مكمل للشعب ده النائب بتاعنا احنا عايزينه يشرع ورقب للحكومة على دي أعمالها من خلال الموازن العامة الدولة دي مهمة النائب بس اللي احنا عايزينها في المرحلة الحالية ولازم الإعلام يشتغل عليها إن مهمته الأساسية تشريع ورقابة والرقابة من خلال الموازن العامة دولة أدوات الرقابة السؤال وطلب الحاطة والبيان والسجواب ده بالنسبة للنائب بتاعنا قبل ما اختم معاك الرسالة الأخيرة اللي توجه لأهالي الدير اللي 44 قرية تابعة لمركز المينيا تقولهم إيه أنا أشكرهم على أعطاهم ثقة ثقتهم فيي وإن شاء الله أكون عند حصنة ظنهم وبس ليا ملحوظة بالنسبة للإشعاعات اللي بتطلق يعني من فترة بسيطة وفجأت الناس بتطلق علي إشعاع أن أنا هنجل نقطة ظهرة للبرجاية نقطة ظهرة دي نقطة بجالها داخل على 80-90 سنة ولا 100 سنة فطبعا النقطة ظهرة ما ينفعش النقطة ما تنفعش لأن أنا أتبع نقطة ظهرة السبب دره للبن دي نفسي النقطة ظهرة ما ينفعش ما تنفعش غير في ظهرة أساسا إلى جانب أنا أنا رجل عمدة النهاردة لما أجأ أنجل نقطة ظهرة عندي هتلغي العمدية عندي مكاني وده تاريخ لي ده تاريخ لي لا يمكن أمح تاريخي ويجيب نقطة عندي تاريخ أجدادي وأنا لأنني أنا نهمني العمدية قبل المجلس النوارد لا يمكن أفرط العمدية بأي وضع الموضوع ده أنا جبت عمي كان وكيل وزارة داخلية ساعة ما توفى والدي ما كنتش كملت السن القانوني العمدية جينا مسكوا عمدة عشان يحافظ على إيه؟ وأنا ما كنتش كملت السن القانوني كنت لسه بكلية حقوق جامعة القاهرة لغاية ما كملت السن القانوني قدم استقالته واستلامت أنا إيه؟ فأبلاش الكلام والإشعاعات الغير منطقية والمغرضة أنا ساعة المرحلة جبل التأجيل ساعة ما كنتقدمنا للترشيح في الأول المرة الأولة اللي تأجل فيها الانتخابات كالرامزي التليفون الأرضي كالرامزي التليفون الأرضي ما معناه تليفون الدوان بتاع العمدية فبقول لكل واحد مغرض كلامك ما ينفعش رمز النخلة آه لأنه هو أصلا بعد إذنك لأنه أصلا برضو أن الرموز ما فيهاش المرة دي التليفون الأرض ورمز النخلة ده رمز رموز الوافد إذن هي الرسالة واضحة لكل أهالي مركز المانيا الإشعاعات مرفوضة الحقيقة معروفة لكل الناس وأيضا هي رسالة من العمد عثمان أن كل الناس تنزل تشارك طبعا لازم تشارك دي أمانة والصوت أمانة ربنا حسبك عليها نحن بتمنى لك التوفيق وبنشكرك طبعا على كل المجهود اللي شفنا في الفترة اللي فات طبعا وعلى وقتك نحن شكرين أفضلكم شكرا 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 لكم كما تبعنا معكم مشاهدينا يمكن انطباع المرشحين عن الجولة الأولى بالنسبة لانتخابات المرحاولة ربما العادة تشد تعديل في بعض السلوك اللي احنا شفناها تعديل في بعض الأقبال اللي احنا شفناها ضعيف ربما يكون هناك إن شاء الله أقبال أكبر عدد المرشحين قليلين الحجة اللي كانت بتقول المرشحين كتير مش عارفين ندرس لا دلوقتي الأمور بيت واضحة للجميع شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء مشكلة الرئيسية عندنا الأمن عايزين نقطة شرطة وعايزين منظومة المياه دي تغير تغيير جزري لأن المياه سيئة حتى ريحتها سيئة احنا اللي تفصلنا بين مركز ديروت 8 متر والكرة كلها دخلتها للمجاري عايزين احنا اكبر قرية ازاي تفصلنا 8 متر وتخلنا شتناش المجاري وراس في البلد خش حضرتك البلد وتفرج المطبات والبلد ما يا متعلمش تحتى تمشي على رجليك العشوية عندنا احنا قدنا 60 سنة فيها قدنا 60 سنة وجهت دونا في وسط البرد ونمنا شهرة في الشارع جعدنا شهرة في الشارع فعشان خاطر ربنا خلنا احنا قتل نعيشنا هنا اويت في دروت الشريف وخلنا جاعدين ببلاش ازالات فنشد السيد وزير الثقافة يبص الأسيود بعين الرحمة وبعين الحب شوية لأن الأسيود فيها مواهب كتيرة مدفونة وقصر الثقافة هنا يعني بيعمل اللي عليها لأنه ما فيش ما فيش إمكانيات يعني المياه هنا وحشة جوة في البلد هنا والفي محطات معدنية معمولة عاوزين يكفلوها عاوزين يكفلوها الصرف الصح وبعتلينا نحنا لازم تتجفع المحطات المعدنية دي الجماعة الموقتية اللي في مصر كاز في ناس هديلها 5 سنين و 6 سنين و 15 سنة وموقتين وهم ما قالوا هنخلص موضوع الموقتية على السنديق الخاصة مش على السنديق الخاصة هسبتوهم للحد الوقت اللي احنا في ده لا تعاقدوا ولا سبتوا ولا على الناس اللي عارفوا مصرها متجوزوا معي خمس عيال ومحلتش اي حاجة وقلوا وقدمت على وظيفة وطرفات كذا مرة وما اخد خمس ترغف عاش في التأمين مش وما اخدها زياد مكا الطرق يعني كل مطبات وانفجارات بالنسبة للمياه فحنا عايزين بس الناشد بالرصف الطرق في ديروت الشريف ديروت الشريف خمسين ألف يعني ومحتاجين لنقطة في ديروت الشريف وفي هنا مبنى عملوله المطافي المبنى ده مشطب في كل حتة تلاقي الزبال لا يوجد اهمية واصلة بالزبال احنا عايزين نظافة بس اهم حاجة النظافة بالنسبة للوعدة الصحية الساعة 8 بالليل ما تلاقيش حد نمط ولا ممرض ولا اي حاجة لا الوعدة الصحية هنا أنا مليش علاقة بس بلا حص عليهم يعني مفروض وزير الصحة يدخل في الموضوع ده قرية ديروت الشريف دي من اكبر قرى الجمهورية واعرق قرية من اعرق القرى على مستوى الصعيد لان قرية لها تاريخ لانها حتى مع الانجليز زمان كان فيه التشوار طلعت من هنا وحاربت مع الانجليز ولها بطولات فالقرية الكبيرة اللي زي كده لها البطولات دي ولها قيادات ولها وفيه يعني وزراء سابقين متهيلي ما تهملش من الدولة انما احنا بنقول اني ان مشاء الاهمال او التقصير نتيجة ظروف اقتصادية خاصة بالدولة انما احنا عايزين ان الدولة والمسؤولون يبصوها بعين العطف اليومين اللي جايين لان فيها مشاكل كتيرة ومن ضمنها ما يخص الشباب مركز الشباب مش مهمل يعني عايز تطويره تيديد فيه مشروعات عايزين ندخل القرية ضمن الصرف الصحي لان الصرف هي اولا لا تبعل عن دولة اكتر من نص من كيلو او اقل يمكن نص كيلو فيبا اللي بينها ما بين المركز نص كيلو ما يبصوش فيها صرف صحي فاحنا بنطالب النوية اعدادها طبعا ما يقلش عن 40 الف نسمة فعايزين عايزين ندخل الصرف الصحي في ديروت الشريف يخشل الصرف الصحي اسوة بالمدينة كمان مشروع الغاز الطبيعي انا عارف انه ان شاء الله قريبا هيشتغل في ديروت او هيبدأ تنفيذه في ديروت من اولى القرى اللي يجب ان تضم المشروع الغاز الطبيعي ديروت الشريف مع الاهتمام بعد كده بالزبالة الموجودة دي مع الاهتمام برصف الشوارع والمية يعني مشاكلها كتيرة واهم مطلب طالبينه اهل ديروت الشريف كان فيه نقطة شرطة وتهدت وتنالت لمقر في المدينة نفسه في مركز ديروت فهل اللي رايح يعمل شكوى من ديروت الشريف يروح على مسافة 4-5 كيلو عشان يروح للمدينة عشان يشتكي في نقطة ديروت الشريف اللي هي في المدينة فعايزين المكان موجود ووزارة الداخلية تبدأ تنفيذه مش مخاصة ده مقر موجود من زمان بس اي الاي 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 السقوط وتنالوا منه لمقر المركز القديم في المركز في ديروت فعايزين سرعة انشاء نقطة الشرطة فيه موضوع الغاز المستودعات لا تكفي عايزين نزود حصة المستودعات المستودعات الانبيب البتجاز لا تكفي القرية عايزين نزودها ولو فيه قرى ولو فيه محتاجة مخابز وفيه مخابز موجودة انشأت ولسه مشتغلتش يشغلوها كلها دي مشاكل القرى لان مشاكل القرى معروفة فيحنا بنطالب المسؤولين بالنظر لديروت الشريف اللي هي اعرق واكبر قرى الجمهورية النظر لها وحل مشاكلهم ويمكن كان فيه لقاء مع الشباء الجماهير وستك اتعرفت على مشاكل القرية يمكن انا فيه مشاكل يعني غفلة عني انما هم ادرب اصحابها ادرب بيها وزكروه فعايزين برضو لازم نبص لديروت الشريف القرية الام اللي هي اكبر قرية بعان العطف اما مشاكل مركز ديروت عموما احنا نتكلمنا عن مشاكل القرية واللي هي شبيهة بمشاكل جميع القرى انما فيه مشاكل تخص المركز نفسه فمركز ديروت اللي احنا بنعتبره من اكبر مركز الجمهورية واللي له تلات نواب حاليا محروم من مثلا وحدة تصريح عمل تصريح العمل بيروح اللي عايز يعمل تصريح اللي مسافر الخارج عايز يعمل تصريح بيروح الوصية جنبينا حتى اقل حاجة اللي هو الفيش والتجبيه الفيش والتجبيه ده مش مشكلة ده جهازه على كمبيوتر بنروح نعمل الفيش والتجبيه في الوصية جنبينا يعني حاجة ما تعرفش إيه الإهمال لمركز ديروت ده الفيش المرور المرور في الوصية جنبينا كل المصالح مكتب جوازات مش عام عندناش فإحنا بنطالب الوزارة الداخلية لأن الحاجات دي كلها تخص وزارة الداخلية المرور تصريح العمل الفيش والتشبيه الجوازات أن يباليها أفرع في مركز ديروت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين بسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا بسم آيات التهاني إلى مصر العظيمة مصر الأبية شعب مصر شعب مصر ابن السبعة ألاف عام شعب مصر الذي علم الجميع الأخلاق والقيم شعب مصر شعب الزارع والصانع شعب مصر شعب الرجل والكلمة والمبادئ والسمات والأخلاق التي يعلو بيها الإنسانية جميعا فلمصر والحمد لله جيش يحميها وشرطة تأنيها وعمال وفلحون نأكل من كدهم وأيدهم كل الخير بسم الحب بسم العطاء بسم الخير بسم مواد الدستور واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة التي تؤسس للدولة وقوة الدولة وسيادة الدولة وحقوق المسلم والمسيحي والآخرون بسم كلمة رئيس الجمهورية الذي يقول إن مصر في أعيننا بسم الحب والعطاء بسم كل آيات التهاني والإخلاص إلى أهل الوراة وأهل أوسيم الجميع دون تخصيص أو دون وصف لأنهم جميعا على قلب رجل واحد وحينما أقول على قلب رجل واحد أقصد بها الرجل والمرأة والشاب والشابة فنحن جميعا جسد واحد يعيش فينا وطن اسمه مصر فتح يا مصر أتقدم إليكم جميعا بالشكر على تشريفكم لنا وعلى سمو وأخلاق حضراتكم لرفعة شأننا وطبعا الشكر والتقدير لأخوي يا أيمن إسحاء والمعلم نشاد اللي قاموا وتعبوا وسهروا عشان ينظموا المؤتمر ده على أرض مصنع الكراسي اللي هي جزء من الوراة وكل الشكر والتقدير للكنيسة والجامع والأخف المهندس إلي زكا والجميع على دعمهم دائم لأهل الوراء والحب والوصل على نظرتهم التي تهدف إلى مستقبل بكرة أحلى هو ليس لنا حلم ولكنه لنا يقين نسعى لنحققه نسعى لنحققه من خلال تشريعات وقوانين تخدم العدالة والمسواة تخدم الزارع والصانع تجعل من كل شاب وشابة أمل وطموح فأن شمس الغد ستصرك 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 على الجميع بالخير والعدل والمسواة فمن هنا أهل الوراق تتجمع وتتلألأ في سماء جمهورية مصر العربية وجوههم السامحة جميعا لنقول كلمة أننا لسنا مختلفون الأراء ولكننا متفقون على أن تكون بلدنا متقدمة تنمية واقتصاد تنمية واقتصاد من خلال قوانين وتشريعات ومواد دستورية تسمح تسمح للجميع بأن يكون تحت سيادة القانون وتحت ريات العدل وتحت رفرفة على مصر على مصر الذي سوف يكون له العزة والقرامة ليس في مصر ولكن إلى مكانته الطبيعية وكلمته القوية على مستوى العالم والأمم الأفريقية والأمم العربية فنحن لسنا وطن فقط فنحن بالعطاء وبالخير وبالحب وبالمستقبل وبالتاريخ الذي يشهد الجميع به القاسي والداني المحب والذي يسعى ويشكل أياد خارجية وأياد داخلية ليخلخل ترابط المجتمع ليخلخل تماسك المجتمع ويجعل مننا جزء مطفق مع هذا وجزء مختلف مع هذا ولكن كلماتي لهم موتوا بغيزكم فمصر رجل واحد وراء رجل واحد وسنكون شعب واحد يصرب من نيل واحد فنسعى للعدل والمساواة نسعى للعدل والمساواة ولن يتم إلا من خلال نواب تشرع قوانين ونواب تراكب على الدولة بسلطتها التنفيذية ونواب أيديها نظيفة تحب الجميع وتحب الجميع وتحترم الجميع ولا تفرق بين هذا ولا ذاك ولا مسلم ولا مسيحي ولا أبيض ولا أسود ولا غني ولا فقير ولا أسوان ولا أسكندرية ولكن تسعى لرقعة أرض واحدة جوغرافيا واحدة اسمها جمهورية مصر العربية ولأننا نطمح ونطمع فأن نكون رجل واحد تحتقبط برلمان جمهورية مصر العربية ونسعى لأن نكون كلمة واحدة لانتحيا مصر سعيدة لبكرة أحلى ولا تشرك علينا شمس الغد رجل المواحد ولا يكون رجل الشرطة ولا رجل الجيش يخدم ويسعى لهذا الوطن ولا يكون مكانة كل المؤسسات مكانة طبيعية مكانة حقيقية لابد أن يكون من خلال إعلاء دور التنمية ودور الفلاح ودور العامل في الوطن ولن يكون إعلاء دور الفلاح ودور العامل إلا بالعطاء الحقيقي العادل من خلال انتاج وليس مجرد ساعات عمل لازم أن يكون فيه إنتاج لازم أن نناجع قوانين العمل لازم أن نقول أن كل واحد على قد ما ينتج ياخد وكل واحد على قد ما ينتج يحترم وكل واحد على قد ما ينتج يبقى الدولة له على الطاقة والدولة له تديه وتسعاله أنها تضلل عليه من كل شمس ونحارقة وتساعده في أنها تعمله تنمية وتعمله طرق وتعمله خدمات عشان مين عشان اللي بينتج وعشان اللي بيشتغل عشان مصر تتقدم كان فيه دول قامت معانا زي الصين سبقيتنا بكتير عارفين سبقيتنا ليه لأن كلهم عندهم تارجت عندهم مساحة معينة لازم يعملوها من العطاء للدولة الطريق إلى البرلمان لا يزال يحمل كثيرا من التساؤلات والأجوبة الصعوبات والبدائل نموذجا على هذا الطريق ضمن نماذج كثيرة ومختلفة معنى المرشح البرلماني اللواء صلاح شوقي عقيل في حوار خاص مع عدد من أبناء دائرتي أرحب بك فن أهلا وسهلا يعني خلينا أسأل أحدك مباشرة كيف تنظر إلى دائرة طمى خلال جولة الأعادة المقبلة بعد إزيبيت بتوجه بالشكر لحضرتك وللقناة والسادة الناخبين الأفاضل ناخبي دائرة طمى الكرام اللي يسندونا وشاركونا حقيقة مشاركة كانت فعالة والحمد لله على عكس ما كنا نتوقع أو نترقب وكانت أميز الدوائر على مستوى المحافظة بشهادة الدوائر الرسمية والإعلام سؤال حضرتك إحنا اللي شايف كان بيتسابق فيه في الانتخابات المرحلة الأولى تسعتاشر مرشح فردي وأربع قوائم لم يحالف الحظ أربع تاشر مرشح في أربع مرشحين للإعادة في المقعد الفردي والحمد لله يمكن أنهت القوائم وفي حكم القائمة الفائزة بمرشح لنا في دائرة طمى في قائمة حب مصر واللي بنتعشن فيه ونترقبه أن نسبة المشاركة إن شاء الله تزيد والتفاعل مع العملية الانتخابية يزيد والوعي اللي كان سائد من حيث الأخلاق وتفعيل ترسنا احترام الناخب واحترام الناخبين لبعضهم والمرشحين لبعضهم أرجو أنه يستمر إن شاء الله ويزيد ونضرب مثل بمثالية وأخلاق في ممارستنا وتسابقنا في العملية الانتخابية إن شاء الله خلينا أسأل أحدك كمان عن ملاحظاتك في الجولة الأولى ونسبة المشاركة والمعاوقات والتحديات اللي وجهتك في خلال الجولة الأولى من السباق زي ما قلت لحضرتك أنهنا الحمد لله تميزنا وتميزت دائرتنا بالإقبال العالي اللي يمكن تجاوز يعني احنا فيه حوالي 73 ألف ناخب وكسور من 220 ألف يتجاوز أو يقترب من 30% وده تميز وكان أهم المعاوقات عدم التبصير الإعلامي اللي ظهر فيه ارتفاع نسبة الأصوات العالية وللأسف الشديد لم يسبقه تبصير بالعملية الانتخابية وإجراءها وحسن الاختيار فيها وإفراد التنبيه في مسألة القائمة عن الفردي والحاجة التانية للأسف الشديد المال السياسي اللي أربك العملية الانتخابية وأربك الناخب واللي عمل أعتقد تراجع كبير في خروج الناخب وللأسف الشديد أنه هو أوقف مواجهة الدولة للفساد الإداري والنية لإصلاح الفساد اللي بتعاني منه الدولة بأنه أصبح إفساد للزمم وإفساد للإرادة وإفساد لحرية الناخب والمواطن اللي إحنا المفروض كنا ننتظر مرة دي انطلاقة بهذه الانتخابات البرلمانية والاستحقاق الثالث بأنه ننقي ضمائرنا وننقي إرادتنا ونحفظ جهدنا عشان نوصل لبرلمان نقي يكون لنا فيه دور تشريعي مثالي ودور خدم بتفرضه مشاكل دوائرنا وتركها وعدم العناية بيها وتهمشها لسنوات طويلة سيادة اللواء يعني أخذ من كلام حضرتك يعني دوائر الصعيد بشكل عام طبعاً بينقصها كثير من الخدمات هذا الاحتياج لدور نائب يعني سيتصدى لكتير من يعني المشاكل المطروحة على دايرته خدمياً هل ده يعني بيفرض عليه أو بيضعوا في حيز النايب الخدمي؟ أنا بشكر حضرتك على السؤال الجيد والحقيقة ده واقع ملموس وإن كنا نتطلع لأنه البرلمان القادم إن شاء الله يبقى فيه تميز من حيث الفهم والإدراك والعمق فيه الدراية بالتشريع وإعمال العملية التشريعية فيه تحت قبة البرلمان وإنه إحنا بصدد إقرار تشريعات كتيرة وبناء وطن وأمة إلا إنه الواقع في دوائرنا والنظر إلى الخريطة والواقع بتفرض لأنه هذا النائب يجب أن يكون يجب وبكرر ويقول يجب أن يكون نائباً خدمياً يعني يعنى بكافة خدمات البيئة ودائرته ومجتمعه لأنه تركت هذه الصعيد بصفة خاصة ترك لسنوات طويلة مهمش ومانسي بصورة أصبحت فيها كافة الخدمات متردية وأصبحنا بنواجه طوال فترة العملية الانتخابية الحقيقة ضجيج وألم وتعب بنشوفه بعينينا وتبديه أفواه الناخبين لنا عن الأحوال المتردية وبنحس بها في الانتقال وبنحس فيها في تلقى الخدمة وبنحس فيها في مستشفى أحراج تشوف أنه يعني انصراف النايب لتأدية الدور الخدمي هل ممكن يشغله عن الدور الرقابي والتشريعي؟ أعتقد أنه النايب المتمكن من إدراك مفاهيم العملية التشريعية ومختضايتها هيمارس الدورين مع بعض وهيتمتع عن غيره بأنه يؤدي خدمات تجله وتميز دوره في دائرة بسمحة لفندم وحضرتك بتاخد قرار الترشيح هل كان لديك برنامج انتخابي ستطرحه للناخبين أو طرحته للناخبين هل هناك تعهدات؟ أم أن التركيبة العائلية الموجودة في الصعيد بطبيعة الحال أغنتك عن فكرة البرنامج الانتخابي وأنك تقطع على نفسك تعهدات أمام الناخبين بالقطع طبعا تجربتي في حياتي والعملية خلاني على بصيرة من مشاكل الوطن ومشاكل المواطن وبالنسبة للدور البرلماني طبعا كان بالنسبة لي شيء أشتاق إليه فعلا أنه يكون لي دور في بناء وطني وخاصة بعد ثورتين جليلتين وإني فعلا يعني أعبر عن مكنوني وعن آمالي لتحقيق استقرار الوطن وبناءه من خلال البرلمان وإحساسي وتلاحمي ومشاركتي الأهلي وخاصة في الصعيد بتخليني على إحساس تام بمشاكلهم القسية الصعبة اللي فعلا غيرهم ما بيعانيش بهذا القدر الكل حقيقي بيعاني وأكثرنا بيعاني لكن في الصعيد بصفة خاصة بيعاني أشد المعاناة إدراك الله طبعا لازم كان بيفرز في داخلي وقدامي برنامج طموح لإني أكون برلماني إن شاء الله مشارك بصورة جدية ودقيقة تحت قبة برلمان وإني أكون شغال وبعمل وفق برنامج يؤدي إلى النهوض باحتياجات ومعاناة وألام أهل دايرتي يعني بعض سكان أو بعض أهالي دائرة طموح كانوا بيتحدثوا معنا خلال ساعات الصباح يعني زورنا عدد من الأماكن كانوا بيتحدثوا معنا عن أزمة المستشفى العام في دائرة طموح يعني وحضرتك بجوارك عدد من أبناء دائرة يعني خلاني نسمع منهم كمان أكتر عن المستشفى ووضع المستشفى وأهم المشاكل اللي بتوجهها المستشفى وبيتعاملوا إزاي معاها طبعا دي حضرتك من أهم المشاكل للأسف الشديد المعاناة وإن تكون في طموح مستشفى وحيدة يعني قبل بسمع حضرتك أنا برضو لو حضرتك يعني تسمعنا من أهالي الدائرة أنا أهدي بقول لحضرتك فعلا دي مستشفى وحيدة للأسف الشديد ولا يعنى بها وبتقومش بزرها وفعلا رغما عن معاناتنا من حاجات كتير إلا أن المستشفى بتتصدر المشهد لدى جماهير طموح وزي ما حضرتك بتقول نستمع لأي حاجة آه يريد من الأقوى لأستاذ سيد عمر اتفاضل لأستاذ سيد بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للمستشفى طموحة سعدتك فيها نقص شديد في الأطباء يعني نقص في النساء نقص في كل أغلب التقصصات فيها عجز فالمستشفى طموحة المفروض يعني هتختم مركز طموحة بقراء ففي حضرتك مثلا عاوز واحد يعمل عملية عيون مش موجودة يحولها على المستشفى ثاني ففيه نقص في الأجهزة ونقص في الأدوات ونقص في الإمكانيات حتى المية المية في الدور الخامس ما تصلش للمريض يعني مريض موقيم مثلا يومين ثلاثة تلاقي المية مضعتش فوق ليه المية ضعيفة والمية فيها مشاكل في الموسير وكل سنة بيتحط يعني يتحط مبالغ لصيانة المستشفى وما فيش حاجة مسمة للمستشفى إطلاقا يعني برضو فيه مستشفى الحميات جنبيها برضو فيها نقص شديد وإهمال في كل المستويات حقيقة المستوى غير يعني أدمي خالص يعني السراير أنا رحت وزورت مريض السرير السرير معمولي بشنابر وبعدين تدخل الحمامات دورات المياه غير صالحة يعني دورات المياه غير صالحة خالص يعني العادات الخارجية الناس بتروح تقطع تسكارة بتاعتك تلاقي ما فيش اللي هو الأدوية بالنسبة للصيدلية الأدوية غير كافية فمستشفى طيما حقيقة المفروض يعني سمعت إن هي أخذ قرار إزالة فالمفروض هي يعني تتحدث وتتعمل أعلى أحدث مستوى خلينا نسمع من اللي هو صلاح عن الرأيه في مشكلات مستشفى العام في طيما إزاي هيتعامل مع هذه المشكلات المتردية في مجال الصحة وتحديدا في المستشفى العام هو الحقيقة يعني بالنسبة للمستشفى طيما العام أو المركزي ورغما عن سلبيات وإلا إن فيه إيجابيات موجودة وهي رصد مبالغ مالية لإحلالها والتجديد فيها ويمكن كانت عشان خدت أولويات في أولويات لأقصى الاحتياجات زي مستشفى جهينة مركز جهينة ومستشفى العام في مدينة سوهاج ودخل إن شاء الله هذه المستشفى للإحلال والتجديد وبإذن الله هيكون دور البرلماني القادم وممثل طيما إنه دعم المستشفى رغما عن رصد مبالغ مالية إلا إنه يدعمها بأقصى الإمكانيات مع أجهزة الدولة ويبقالها ميزانية عالية إن شاء الله إلى جانب الضغط وضرورة الوصول إلى دعمها بالأطباء ووسائل العلاج والتمريض وكافة منسلزمات الناحية العلاجية ويمكن أنا كان برضو عشان أقول لحضرتك برضو من الأدوار المنوطة بالنائب إنه يسعى إلى تزويد طيما إن شاء الله ببعض المستشفى مش هقول مستشفى واحد سواء من وزارة الصحة أو من الجهات المنحة زي فكرتنا إحنا والحمد لله مع مكتب الزكاه الكويتي وأنا يمكن ذكرتها في حديث تلفزيوني قبل كده إنه سعينا لديهم وهيعملوننا إن شاء الله إحنا عملنا وانتهينا من المؤيسة بتاعتها مستشفى بحوالي 40 مليون جنيه ما يزيد عن 40 مليون جنيه ولو احتجنا إن شاء الله نعمل أكتر يعني دور النايب إن شاء الله إنه يسعى لدى كافة الجهات لمحاولة القفز على مشاكل الدولة وضعف إمكانياتها خلينا أسأل حدث كمان سيادة اللواء إنه الانتقال بين القرى المختلفة داخل دائرة طيما ربما يعني تشكل صعوبة بلغة أمام المواطنين يعني خلينا نسمع برضو من حد تاني من رفقة حضرتك مدى الصعوبة اللي بيتعرضوا لها عند الانتقال بين قرية وقرية أخرى داخل المركز بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم التنقل بين القرى يحتاج إلى سيارات ويحتاج إلى سفلة للطرق يعني الطرق وحشة جدا عايزة تسفلة لأنه ينقصنا لأن الطرق وحشة جدا ويجي سفل تروح يكحتوها تاني أو يخربوها فالطرق ناقصة سفلة فلازم تسفلت الطرق على أساس تسهل تسهل المواصلات التي يتم توصيل الجمهور به يعني حضرتك لما بتحب تركب مثلا من قرية تعاوز تروح قرية تانية واللي بتعمليه وتستغرق وقتها دي عشان ده يحصل ده بصعوبة جامدة يعني بيستغرق حوالي ساعة عشان نركبه داخل المركز لأنه في الخمسة كيلو داخل المركز لأن العذاب الأسفالك ما فيش العربية غير متوفرة عشان الطريق وحشة واسفاء شكرك خلينا نسمع برضو من سيادة اللواء تعليقه على مشكلة الانتقال والمواصلات داخل مركز طمام الحقيقة حضرتك بتلمس يعني وجع وألم لدى أبناء دائرتنا أنه طبعا الطرق زي معبر الأخ الطرق مهترئة بصورة قاسية جدا لا يتحملها بشر ده أساس أنه المطلوب إعادة النظر في تقييم وتوزيع وتفعيل شبكة الطرق والانتهاء من أعمال المياه إن كان في بعض لأنه للأسف الشديد احنا فيه تأخر في أعمال المياه والصرف الصحي والغاز وسرعة الإنجاز فيها عشان نبتدي فعلا نمهد طرقنا ونعبدها ونرصفها ونشجرها لأن طرق حتى المنظر لا يليق بريف أو بصعيد أو بجزء عزيز في مصر الشيء اللي بيعاني منه الفقير والموظف ومتوسط الحال إنه لا يجد إلا وسيلة المواصلات إما الخاصة بأعباءها أو السيارات المؤجرة للأسف الشديد وطبعا ده غالبها الميكروباص المسألة كان زمان وده شيء لازم يعود إن شاء الله اللي هو الأوتوبيس العام كان بين القرى والمدينة لأنه ده دايما عندنا المدينة دي الوظيفة والدكتور واللي هي بنعتبرها العاصمة طيمة الوظيفة والدكتور وقضاء الحال وقضاء المصالح شيء طبيعي أنه لازم يعاد إن شاء الله وأنا يمكن حضطها في البرنامج وأضحها في البرنامج بتاعي أنه إعادة وسيلة المواصلات العامة اللي هي بعائد بسيط لا يسق الكاهن المواطن الحاجة التانية النظر أو على الأقل النظر في تنظيم عملية نقل جماعي بجمعيات بمؤسسات للناس اللي هي الغير قادرة لأنه مش ممكن تبقى الحركة بهذه الصورة في وسائل المواصلات وعلى الطرق اللي بيعاني منها الكبير والشيخ والشاب والصغير والكبير مش شيء مؤسف للأسف الشيء قضية ربما من قضايا الوطن بشكل عام هذه القضية لها عمق واضح في دائرة طيمة يعني هي قضية تمس الشباب في المقام الأول قضية البطالة يعني لم نقابل أحد في مركز طيمة أو في دائرة طيمة إلا واشتكى من مسألة البطالة يعني هل نسمع أكتر من الشاب اللي بيشاركنا عن مدى تأثر الشباب في دائرة طيمة بهذه الظاهرة بسم الله الرحمن الرحيم هي البطالة في مركز طيمة يعني لها نسبة كبيرة مع الشباب الشاب بيخلص الكلية بتاعته ما بيتوظفش يعني بعد مدى طويل وممكن لا يعني بالوسائط مثلا فالبطالة بتسيطر يعني بصفة كبيرة على جميع الشباب مركز طيمة فإن شاء الله هتتحل على إيد سيادة اللي هو إن شاء الله بمشيط الله فإحنا نتمنى من ربنا أن الشباب يكون لها نهضة كبيرة وكلها مساعدة كبيرة في الحملة الانتخابية عشان يعني البلد والمركز تمن بينهض وإن شاء الله تكون حل المشكلة إن شاء الله إن شاء الله أنا برضو عاوز أسمع رأي سيادة اللي هو في التفاعل مع مركزة البطالة داخل دائرة طمع الحقيقة مشكلة البطالة من المشاكل المؤسفة في دائرتنا وفي محيطنا في الصيد ويمكن البطالة بتحتل في سهاج عندنا ما يزيد عن 23% وفي أوساط الشباب بتكون في حدود 25% وده شيء مؤسف جداً بيتخرج الشاب للأسف الشديد حتى من التعليم الفني أو من الجامعة وبيقعد في البيت ويمكن كل بيت للأسف الشديد أصبح أزمة كل أسرة أبنائها اللي قاعدين بعد ما كان عنده هو الأب والأم والإبن والإبنة أمل لمستقبل باهر ويبني مستعباله ويبني نفسه يقعد في البيت بعد الحصول على تعليمه للأسف ومش بيبقى بالواحد والاثنين لا وللأسف كمان بيباع ويشترى من هذا المنطلق وكمان فيه نظرة إلى أنه زي ما قال ابننا العزيز أنه قد يكون مشكلة يحلها نائب فبالتالي بيتقرب من بعض الأشخاص وبيجري وراها واللي دون جدوى وقد تؤدي إلى أنه يدحك عليه أو يغرر به للأسف وفي الآخر بيهمل ويهمل طلبه المسألة قد تحتاج إلى تضافر جهود الدولة إن شاء الله وده إحنا مستبشرين بخير في المشروعات القومية والفكر اللي إحنا شايفينه بينفز على أرض الواقع وده طبعا بدأ الحمد لله بدأت فيه الانفراجة وإن إحنا لازم يبقى لنا اهتمام بتنمية محافظاتنا بما يسمح بتشغيل شبابنا في بلادنا والنهوض بتلك المحافظات ومستواها سواء من خلال دعم خطة الدولة أو المسابرة للحصول على نصيب أوفر لمحافظاتنا في خطة الدولة ويعني إعمال العدالة بين المحافظات الحقيقة لأن شايفين أن بعض المحافظات خلال الفترة السابقة تمتعت بكثير من بما يزيد عن حقوقها وأهمل وهمش الصعيد بصفة خاصة في هذا الإطار وإن شاء الله ندعم تحركات وجهود المستثمرين ونكون بجانبهم عشان يجوا يشتغلوا ويعملوا استثمار ونحاول نهيئ البيئة والظروف المناسبة ونحل مشاكل الاستثمار اللي موجودة دلوقتي في محافظاتنا واحنا من المحافظات اللي عندها يعني احنا محافظة زي سواجة عندها أربع مناطق للتنمية الصناعية غرب طحطة الكوسر غرب جرجة الكوامل ومع ذلك للأسف الشديد لم تحصل على نصبها الملائم على الأقل احنا داير الطمى دي يقترب مننا مشروع غرب طحطة ده تم فيه حتى الآن الربع يعني تم استغلال ربع المساحة وبعض المشروعات للأسف الشديد قاعدة متوقفة وده بيأتي من المعوقات اللي احنا بنتكلم عليها وده دور نائب طمى ان شاء الله انه يتضافر جهوده مع باقي النواب في المحافظة لتفعيل هذه الأدوار وحل المشاكل ان شاء الله بالنسبة لولادنا وشبابنا تم فندم برضو أصحاب الأراضي الزراعية ربما الفلاح بشكل عام في مركز طمى وفي محافظة سواج يعني سمعنا من بعض الفلاحين شكاوى متعددة عن تسويق المحاصيل الزراعية ايضا عن مشكلة حصوله على السماد يعني لو في حد برضو من رفقة حضرتك يكلمنا عن مشكلة الأرض الزراعية التعامل مع تسويق المحاصيل والألام اللي بيتعرضوا له في هذا الشأن بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للمشاكل الزراعية المحاصيل القطن قال ازرعوا قطن ولا حد سواج ولا حد اشترى قطن والقطن الناس قاعدة في البيوت بالنسبة للدرة بالنسبة للشامي بالنسبة للسروة الحيوانية دردة غالية والعلف غالي والدنيا ما مش مظهور من البطن قال ازرعوا قطن ازرعوا قطن زارعوا القطن قاعدة في البيت محدش وقت ولا زارعوا القطن محدش وقت وفي مشكلة والأسمدة انا عالنفسي مستلمتش كماوي رمحت يا ماذجهي مسلمتش وحيازتي قاعدة واشتريتها من بره من تثق السودة هل في ثق السودة موجود وعند الدمعات لحكومة موجود أنا زارعت وحيازتي انا عالنفسي مسلمتش ولا انا عالنفسي مسلمتش كماوي وده خلصوا ده خلصوا بالسلام تعبانين يعني تعبانين تعب شديد والمحاصيل الزراعية نايمة خالص بحد الشأن مو اسم الجامح اشتروه هم خلصوا ونزل في السوق يعني مشاكل كتير ولا مشاكل كتير اخرجهنا برضو منعت الزراعة وكل حاجة خلينا نسمع برضو رد سيادتي اللواء عن ازمة الفلاح في دائرة طمع ما فيش شك ان الفلاح الصعيد بيعالي اشد المعاناة رغمنا انه ده المفروض النشاط السائد عندنا واصبحت الملكيات الزراعية للأسف كمان صغيرة وما هياش ملكيات كبيرة ومتسعة والفلاح بيعاني قوت يومه من مردود انه بيعاني من حل مشاكله كمزارع او كفلاح مشكلة السماد مشكلة رئيسية واساسية من فترة طويلة ويمكن انا شخصيا كنت بيعاني منها وحاولت التدخل مع المسؤولين عشان نجيب بعض الكميات لقريتنا او بعض قرانا ولا زالت هذه المشكلة انه لم تحل وفي نفس الوقت في سوق سودا انا معرفش السوق السودا كيف تحصل على هذه الاسمدة وبيتبحن الفلاح بسعر لا يتناسب مع ظروفه وبيرفع تكلفة زراعة الحاجة التانية بعض المشاكل اللي بيعاني منها اللي هي مشاكل التسويق الزراع تم توجيه الفلاح لزراعة القط وانه وعد وفي وعود ودراسات اتعدمت على انه هتبتدي الدولة تتبنى التسويق وبعد التغيير الوزاري الوزاري ترك هذا تماما وبتلي الفلاح ببوار محصوله والاحتفاظ به في البيوت او بيعه باسعار بتستغل فيه الاسواق السودا للأسف الشديد ويتم تخزينه لاني ما حدش عارف يسوق برضو مسألة الدورة الشمية الدورة الاقرى مفيش تسويق رفعة الدولة اذهع عن التسويق ومساعدة الفلاح ودي مشكلة عويصة ارض من هنا بناشد يحتاج تدخل رقابي المسؤولين والسيد وزير الزراع على اعادة النظر في مشكلة هامة وبتمس قطاع عريض جدا ونتيجها وخيمة وسلبية علينا تماما انه يتم مد يد الدولة لمساعدة الفلاح وتسويق المحاصيل دي للنهوض بمستوانة في الصعيد والفلاح المصر سيادة لواء خلينا اسأل حضرتك هل انت راضي بشكل عام عن ميزانية سهاج هل انت راضي عن ميزانية محافظات الصعيد بشكل عام يعني اسمعتك وانت بتتكلم برضو عن انه يعني في بعض المحافظات تم يعني تخصيص ميزانية عالية لها من فترة ميزانية محافظات الصعيد ربما يعني كانت اقل شايف الموضوع ده ازاي بالقطع لا بالقطع غير راضي تماما واحنا دايما بتوجهنا المسؤولين بأنه ما عندهاش ميزانية لمحافظاتنا على الاطلاق او فيه ميزانيات غير متوافقة مع الاحتياجات وده ان شاء الله لو وفتنا في الانتخابات او كان الحظ بيحالف احد اخواتنا ده اللي هنطالب بيه بازن الله للارتفاع بمستوى تخصيص ميزانيات عالية للمحافظات للنهوض بخدماتها واداءها للخدمات العامة يعني اخر سؤال احبا سألو حضرتك ما الرسالة التي تود ان ترسلها من هنا ولمن اهم رسالة الحقيقة اللي هي بتوجهنا الواقع اللي بنعيشه خلال هذه الايام اللي هو استكمال الاستحقاق التالت والعملية الانتخابية والاعادة ان شاء الله بعد ايام بناشد الناخب العزيز بانه لا يألو جهدا ولا يكسل على الادلاء بصوته الحر المعبر عن امانة هو بيحملها تجاه نفسه وتجاه وطنه وتجاه اهله انه لازم يكون يمدي ايده للمشاركة في امالنا وطموحاتنا البناء وطننا العزيز مصر بعد سورتين جليلتين باناشد السيدة المصرية الام والاخت والابنة المشاركة وهي ليها دور وقول لها انت دورك كان في الاستحقاق الرئاسي اه محل تقدير واجلال واعتزاز وان احنا مش هنستغنى عنه وان دائما الام بالذات وهي اللي بتحس بألمنا وبألم المجتمع وبألم الزوج والابن والاب والاخ وان هي دائما بتتقدم لحل مشاكلنا انها تسعى لاتمام هذا الدور بكل قوة وارادة بنادي شبابنا انه انتوا اللي عليكوا الامل اللي قمتوا بثورة انقذة مصر من حالة جمود وضياع ان تتقدموا وتاخدوا بايد هذا الوطن ان شاء الله لتالت مرة انه تؤدوا هذا الاستحقاق بكل قوة وبكل مشاركة وده هيقطع دابر وإيد اللي بيتدخلوا لتزوير ارادتنا وده باين وظاهر في العملية الانتخابية والمال السياسي اللي بيحاول يزور ضميرك وبيحاول يزور ارادتك وتخيل ده هيكون ايه بكرة وبعده تحت قبة البرلمان لو انت تغافلت واستهونت بانك هتدي له صوتك وبكرة وبعده هيبقى ده ممثلك وصورتك صورتك الراجل اللي خدعك وزور ضميرك وزور ارادتك وساعدك على انك تغفل عن الدين اللي هو ما بيقبلش هذا ترسنا وعداتنا وتقاليدنا اللي لا تحض على ذلك ابدا انه ضميرك وروحك في ايدك تجاه هذا المزور واني انت يبقى لك دور في وطنك دون تمن عشان تقدر تطالب بحقك لانك لو خدت منه حاجة النهاردة مش هتطلبه ولا هتقدر تبصله ولا هيبقى لك حق عنده انك هتقوله ادي لي خدمة ولا ادي لي اللي ينفعني ولا يوظفني ولا يرفع من شأنه وطنك سيادة لو انا بشكرك شكرا جزيلا على اجراء هذا الحوار شكرا جزيلا بكرر شكري وتقديري واعتزازي وتحية الاهل دايرتي من قناتك العزيزة والف شكرا اهلا بيك مشاهدي الطريقة الى الفرلمان مرة اخرى اهلا بكم وبرحب مباشرة بضيفي دكتور ابو الخير عبدالستنيع مرشح الوفد عن دايرة بندر ومركز بني سوي اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك نبدأ مع تاريخ حضرتك نعرف بحضرتك وحضرتك عضو مجلس شورى سابق من 2000 ل2007 2001-2007 عن دايرة ومركز بني سويف واهناسيا واهناسيا المدينة الدواير في الشورى بتبقى اوسع اوسع من اه اوسع من المجلس الشعب لكن الدايرة المرادة بندر ومركز بني سويف تعتبر نفس دايرتك ليك خبرة فيها لمدة سبع سنوات دا شيء يعني مش بسيط الحمد لله ممكن اعرف من حضرتك ايه اهم مشاكل بني سويف اللي حضرتك عارفها ولمسها بيتك شاكل بني سويف عندنا اهم حاجة فيها احنا عندنا دي وقت فرص العمل في بني سويف عندنا نسبة البطالة عالية في بني سويف دا في البلد كلها نقدر بقول دا في البلد كلها اه وفي بني سويف خاصة حتى عندنا فيه مشكلة في المصانع اللي بذوقان في بني سويف بيجي لعمالة من خارج بني سويف ليه طيب يعني دا ربما ان شاء الله مستقبلا يصحح يبقى عندنا قصر فرص العمل في بني سويف على ابناء بني سويف الا لو كان فيه خبرات او مهارات غير متوفرة في بني سويف بس اعتقد ان كل الخبرات او المهارات متواجدة حاليا في بني سويف ان شاء الله ان شاء الله مشكلة عندي تاني مشكلة الزراعة ودي مشكلة عامة عندنا دا وقت فيه مشكلة في الزراعة عندنا تكلفة الانتاج عالية جدا في بني سويف بعض او كاسيك من المزاجعين بطلوا يزرعوا المحاصيل التقليدية اللي كنا نسمع عنها الزهب الابيض اللي هو القط لاننا تكلفة الانتاج بالاسعار العالمية واشراء المحصول باسعار متدنية جدا فده بيخلي بدأ الفلاح الفلاح غيج المالك الارض الزراعية تعبان جدا دو وقته ويجب ان يعاد النظر في هذه المنظومة منظومة الزراعة بالنسبة للفلاح الزراعية مش متوفر في بعض الاماكن اه ما فيهاش ما بيصرهاش مياه الزراعية دي طبعا يجب تبقى فيه حلول فعلية وفيه حلول اكيدة لحل هذه المشكلة وفيه اراضي للاستصلاح بياخدوها الناس في بني سويف هل هي ميسرة بنسبة لهم ولا اجراءاتها هو بيبصرع للشباب بس تكلفة الاصلاح نفسها عالية تكلفة الاصلاح عالية يعني دي مسألة ببا تحتاج لتشريعات سواء عمل يعني المصانع عنها تاخد العمالة من بني سويف او بالنسبة للاراضي الزراعية كل ده محتاج لتشريعات هل عين حضرتك وانت داخل للبرلمان على دورك الرقابي والتشريعي ده دورك الاساسي ده دورك الاساسي دور البرلماني دور الاساسي بتعتبر ان ده دور البرلماني الاساسي قبل دور الخدمي المراقبة والتشريع التشريع والمراقبة بس برده في مفهوم المراقبة هنا مراقبة الحكومة وليس تعطيلها يعني مراقبة الحكومة مع دفع الحكومة لصالح مصر ولصالح ابناء مصر لكن ده دور الاساسي وان كان فيه دور الاولي ان كان فيه دور ثانوي ما زال في ذهن الناس ومتواجد عشان برده نتكلم بشفافية اللي هو بقى دور النائب الخدمي في دائرته مع أهل دائرته في مشاكلهم في مناسباتهم ده طبعا دور ثانوي ولكن الدور الأساسي والدور الأولي للنائب في البرلمان المراقب التشريع والمرقب طيب حركت كلمت عن البطالة عن العمالة في المصانع عن الزراعة هل دور حضرتك كطبيب دورك في الحياة كطبيب وعملك هل ده بيخليك تقييم الخدمات الطبية في بنسويف المقدمة للأهالي الدائرة حاليا بتفكر ازاي تطورها ان احنا لو قلنا تقييم الخدمات الطبية اربع مستويات ضعيف جيد جدا امتياز هنقول الوحدات الصحية في جيف ضعيف تقدير ضعيف مستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي جيد مستشفيات الجامعة جيد جدا انا عندي نقص شديد جدا في بعض الخدمات الصحية الهامة والمهمة جدا زي العناية المركزة عدد الاسيرة في العناية المركزة عندي في بنسويف ضعيف جدا وقليل جدا ويحتاج ان يتضاعف خمسة اضعاف الموجودة حاليا عند الوحدات الصحية ما زال دوق الوحدات الصحية منحصر في شق الوقائي الطب الوقائي وليس الطب العلاجي احنا عندنا مستشفيات جامعة مجهوداتها كويسة المستشفيات الصحة والتأمين الصحي بتكتهد في تقديم الخدمة في حدود الامكانيات المتاحة بالنسبة لها فان شاء الله بإذن الله انا متبني بإذن الله ده اللي هي ان شاء الله متبني بعض القضايا الهامة من اول هذه القضايا قضية الصحة التعليم الشباب الزراعة لو حققت نجاحات انا عن نفسي كشخصي لو وفقت لهذا المكان هتبنى ان شاء الله قضية الصحة التعليم الشباب الزراعة الصحة التعليم الشباب الزراعة الصحة التعليم الشباب الزراعة دي اولويات حداتك بذلك ولو وفقنا كمجلس او بعض من يشارك في هذه القضايا لتحسين قضايا الصحة والشباب وقضايا التعليم يعني التعليم ده انا في رأيي يحتاج الى الى دراسة متأنية كيف ننهض بالعملية التعليمية او كيف ننهض بالتعليم في مصر يعني احنا دوقتي ما فيش رؤية ما فيش يعني اصبحت وزارة التعليم دي اقتل وزارة اشخاص وليست وزارة يعني عمدي دوقتي بيجي الوزير حضرتك سياسة وزير وليس سياسة وزارة طيب اسمح لي دي اولويات حضرتك بالترتيب اللي كتبناه اصدحة تعليم الشباب الزراعة خلينا نشوف اولويات اهل الدايرة ايه اللي هما بيفكروا فيه ايه اولوياتهم ترتبها احتياجاتهم طلباتهم من النايب اللي هي مسيرهم في البرلمان نروح لأهل دايرتك ونرجع التاني يتيرب بنفس الشعب المصر ويحب البلد هو لو حب مصر هيعمل كل خير لمصر بطلب منه ان هو يوفر لنا شغل والميانة بتقطع كتير في البلد انا بطلب اولا احترام احترام الشعب والتعامل معه باسلوب جيد رأي وعي بالحي او بالدايرة بتاعته وطبعا يقضي خدمات حلوة عاوزين ناس اول شيء انها ناس تكون وطنية بدرجة مية في المية التانية الناس تعرف ربنا سبحانه وتعالى تتقل لها فينا ما يكونش بدرجة على مصالح الشخصية بدرجة على مصالح البلد اتمنى من مرشح البرلمان القادم ان يوصل صوتي لمعالي وزير التربية والتعليم ونقوم نظرة ورحمة الى التعليم ورحمة بالمعلم انه يهتم بسن القوانين اللي تكون في صالح المواطن وصالح الشباب ويهتم بصالح المرأة وينظر للبطالة ما يخافش ما عملش حساب لحد يعمل حساب للمواطن اللي هو عدله صوت ان يهتم بالقضايا العامة المعاصرة اللي موجودة يهتم بالبنية الاساسية ويهتم بالفقراء عايزين البرلمان القادم سن قوانين تشريع مراقب تدائي الحكومة رجعنا لحضرتك مرة تانية حضرتك شفت في أولوياتهم زي ترتيبك اه يعني قريب من الترتيب قريب طب ايه زي حضرتك شايف انك انا عندي مثلا قضية الصحة التأمين الصحي يعني توسع في مظالة التأمين الصحي ان تشمل مظالة التأمين الصحي جميع ابناء مصر وخاصة اصحاب غير الاعمال او رباط البيوت او المزارع الفلاح المزارع التأمين الصحي بالنسبة عندنا في الصحة تفعيل دور الوحدات الصحية ما زالت الوحدات الصحية في الطب الوقائي فقط حتى الان يعني الدورها في الطب العلاجي دور مهمش ودور ضعيف طب قمت حضرتك بجوالات في الدائرة بالتأكيد اه طبعا اكيد حضرتك يعني ايه ابرز المطالب اللي وجهها لك الاهل احنا عندنا قضية في بنيسويف ده وقت في قرعة بنيسويف قضية الصرف الصحي وده ان شاء الله هتبقى من اول اولويات المطالب مع الحكومة في قضية الصرف الصحي او خدمات الصرف الصحي حضرتك والناس مفهوم الصرف الصحي انا ما يكون عندي صرف صحي جيد ده بيقلل من تكلفة الصحة يعني الصرف الصحي الجيد يقلل من تكلفة الصحة الصرف الصحي الجيد يقلل من تكلفة الترميم بالمنشآت وبالمباني واواء الى اخره الصرف الصحي الجيد ده تطور طبيعي للبشر فلازم ان شاء الله يعمم الصرف الصحي في جميع قرى مركز بنيسويف وإن شاء الله في جميع قرى محافظة بنيسوي طيب إحنا عايزين الحل يعني إزاي حضرتك عندك رؤية لحل المشكلة دي يعني إزاي هتتعامل مع أزمة نقص خدمات الصرف الصحي في بنيسوي إحنا عندنا طبعا إيه اللي إحنا عندنا ميزانية ويعتمد جزء منها يعني إحنا فيه يعتمد جزء منها أولا أنا عندي فيه حاجة حضرتك لو إحنا عملنا إنفاق تقشيد إنفاق حكومي وتقشيد في بعض أو في بعض الإنفاق في مجالات أخرى بس دي مهمة ما بتخصش النائب ساعتها يعني في اللحظة دي يعني بتبقى مهمة حكومة بالأكتر لا حضرتك لا ده برضو أنت يعني ده دورك الرقابي ممكن ولكن كحل المشكلة يعني أقصد دي مشكلة عامة يعني ممكن في دورك الرقابي تقولها في البرلمان موجهة للحكومة ولكن إحنا باتكلم عن دايرة وبندر بنيسوي أنا هعمل حضرتك في قرية زي سين من القرى أعمل كنت بفكر في فكرة إن إحنا نعمل مؤتمر يسمى مؤتمر الجزء أجيب الناس أهالي القرى دي الناس اللي هم رجال الأعمال الناس أصحاب الأموال ويبدأوا يشاركوا مع الحكومة بنسبة حضرتك بحيث إنه نسبة مثلا 20% 30% في الصرف الصحي في هذه القرى يعني نشجع إن بعض أغنياء أو بعض أصحاب أموال القرى يساعدوا في خدمة الصرف الصحي إن شاء الله نعمل دراسة ونشوف إن إحنا إزاي نعمم الصرف الصحي في كرة بنيسوي إن شاء الله إن شاء الله طيب إيه المخترحات التشريعية لحضرتك ناوي إن شاء الله تعترحها في البرلمان وليكن في منظومة التأمين الصحي زي ما حالك كنت بتتكلم أن يشمل التأمين الصحي جميع المصريين إحنا مش من أقل من دول العالم أو يعني مش أقل أدمية من دول العالم أنا دوقتي عندي التأمين الصحي بيشمل من مؤمن عليه سواء يعمل بالحكومة أو بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام أو بالمعاشات طيب قطاع كبير جدا من غير الأعمال المزاجع الخارج بدون عمل رباط البيوت كل ده يجب أن يشملهم التأمين الصحي ويبقى فيه مشاركة برضو من المنتفع من التأمين الصحي ومشاركة أو مشاركة بسيطة أكيد طيب إيه البرنامج الانتخابي اللي حضرتك بتترحه كلمة برنامج الانتخابي دي كلمة يعني معديدشي مش قصة برنامج الانتخابي هقوحنا يمكن مش متعودين عليها لكن هي في أصول العمل البرلماني موجودة لأ حضرتك هو إن شاء الله يعني فيه تصحيح النية بإذن الله في الاجتهاد في كل متاح وممكن لصالح مصر وأبناء مصر يعني مش عايز تقدم وعود معينة مش هو حضرتك مش وعود إحنا بنجي نجيب كلام وبنرفع بصقف التفاؤل قوي مع المواطن نقعد نكتب كلام وتلاقي كلام معاد لا الحاجات اللي بتنوي فعلا عملها اللي حضرتك عملت لها دراسات ومن حكم خبرتك سبع سنين في مجلس الشورى أنا عندي بعض الدراسات كثيرة جدا لأن مجلس الشورى ده كان فيه خبرات واسعة جدا طبعا فإحنا عندي بعض الدراسات كثيرة جدا لحلول كثير من المشاكل في مصر فإن شاء الله نستعين بالله سمى بها ولكن البرنامج الانتخابي الاجتهاد بأقصى بأقصى المتاح والممكن في صالح مصر وأبناء مصر تبني قضية الصحة التعليم الشباب الزراعة حضرتك عندك تاريخ من الممارسة البرلمانية داخل مجلس الشورى حضرتك عينك أكيد بتلاحظ هنبدأ نسأل حضرتك الأول يعني إيه اللي حضرتك دلوقتي شايفه مشكلة عايز تسأل فيه وزير التعليم يعني أنا عند المجلس لجان خدت بالحضرتك في لجنة الصحة مثلا إن شاء الله إن قدر إليه هذا الأمر عبقى في لجنة الصحة بصفة كعمل كطبيب ومشارك مع اللجان الأخرى ولكن مثلا في لجنة الصحة هنقعد نقول في لجنة الصحة إحنا مشاكلنا واحد اتنين ثلاثة كيف تحل وكيف تحل يعني أنا عندي مشاكل عايزة يعني ما عندكش حالية نستجواب أو طلب إحاطة أو سؤال عايز توجهه لأحد الوزراء مستني تدخل البرلمان على شكل أول هو يمكن الحاجة الوحيدة بس اللي حضرتك سؤالين سؤال لوزيج الصحة سألت أسئلة سؤال لوزيج الصحة ليه تدني الخدمات الطبية في بنسويف وخصاته والتالت سريعا عشان خلاص العنية المبكزة السؤال التاني للتعليم كسفات الفصول عالية جدا في بنسويف نقص شديد في المعلمين السؤال التالت اجتفاع تكلفة الانتاج في الزراعة وتدني أصعاج المحاصيل أشكرك جدا دكتور أبو الخير عبد السامي نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله ربنا يمكنك من حكمة أهل دايرتك وبشكرك جدا مرشحا عن حزب الوفد عن دايرة بندر ومركز بنسويف دكتور أبو الخير عبد السامي أشكرك جدا يا دكتور وأشكركم مشاهدين الحصن المتابعة نلقاكم قدم في نفس الموعد حتى حين موعد لقائنا دمتم بخير نلقاكم قدم في نفس الموعد أهلا بكم من جديد في الطريق إلى البرلمان وانضم علينا في الستيديو اثنين من المرشحين في جولة الإعادة عن الدائرة الثامنة في محافظة الجيزة وهي دائرة العمرانية وهما الدكتور محمد فؤاد مرشح حزب الوفد والمهندس إيهاب منصور مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فأهلا بكم وتمنتنا إن شاء الله لكم بالتوفيق في جولة العادة ونبدأ بسؤال للمهندس يعني إيهاب منصور مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي ليه دكتور إيهابش مهندس اخترتوا التحالف مع وعدوكم في جولة العادة عشان النتيجة اللي أفرزتها للجولة الأولى أنكم دكتور محمد هو رقم واحد حصولا على الأصوات وحدتك رقم اثنين والحقيقة الحزب الوفد حزب عريق ولو تاريخ وأصالة مش محتاجين نتكلم عليها يعني الحزب المصري الديمقراطي وجد إن الحزب الوفد أقرب الموجودين على الساحة الحقيقة وحزبه محترم جدا وكذلك شخصية الدكتور محمد فكان طبيعي التلاقي في نقطة التحالف في هذه المرحلة بحيث نكون جابها أعتقد إنها إن شاء الله هتبقى جابها قوية جدا ومؤثرة وفاعلة في النحية القانونية والتشريعية والخدمية في العمرانية بإذن الله هعيد نفس السؤال على الدكتور محمد يعني قرار التحالف هو هل قرار شخصي أم قرار اتفقت عليه يعني الهيئة العليا للحزبين حزب الوفد والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي هو تم بالفعل منقشة هذا التحالف والاتفاق في الهيئة العليا للحزب طبعا الغرض الأساسي منه كمان هو إثراء الحياة الحزبية في مصر وإثراء التجربة الحزبية في مصر نتحدث عن حزبين مدنيين من حزب زيزي حزب الوفد اللي أنا نتمينه من أحزاب الأعريقة الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي حزب جديد ناسبيا لكن له سابقة تجربة برلمانية قوية جدا في البرلمان فات كان من رقم أربعة في حصوله على عدد المقاعد فهو حزب يعني رغم حدثته حزب مخدر فوجود اتنين من أحزاب الطير المدني في دائرة كان دافع كبير جدا للتنصيق برضو مرة أخرى أن الحزبين لهم تقريبا نفس الاتجاه لأن الحزب المصري الديموقراطي كان في يوم من الأيام فيما يعرف بتحالف الوفد المصري اللي كان له قائمة مفاصلة قبل ظهور اللي هو بعد كده تم الاشتراك في قائمة في حب مصر دكتور محمد يعني الاتحالف تم على الأساس أن حدثتك يعني في الجولة الأولى أنت حصلت على 18.320 صوت تقريبا و18.814 صوت والباش مواندس هياب حصل على 12.322 هل السبب هو التقارب في الرؤى ما بين الحزبين ولا نتيجة الانتخابات هي التي أدت إلى هذا التحالف وإن أنتوا الاتنين تحتلوا جادوا للترتيب فمن ثم التحالف بينكم هو الأقرب خاصة إذا كان فيه أرضية مشتركة حزبيا أيضا في الحالة ديت وبتكلم عن نفسي وفي نفس الوقت برضو عن الحزب نحن لا نبحث عن الأنسب بل نبحث عن الأفضل صحيح وبكلمة أفضل دي بتكلم أفضل للديرة أفضل بلدنا حتتنا العمرانية وأفضل لمصر بشكل عام لأن إحنا إرطائنا في المهندس إياب منصور غير طبعا أنه على المستوى للبلد بيدعم موضوع التحول الديمقراطي وأن إحنا يبقى فيه حزبين ممثلين ده موضوع لكن موضوع الثاني فهو رجل محترف له سابقة أعمال في إدارة مشاريع كبيرة رجل قامة يعني إيه يصلح أن يمثل هذه الدائرة ما هواش جاي في نزاة خلوية ولا رجل أعمال فعايز ياخد حاجة تانية أو بلغ سنة تقاعد فعايز يعمل حاجة يتسلى فيها لكن هو رجل شغال موجود على الأرض الواقع يقدر يخدم المكان نحب أن إحنا نشوف أمثال هذه الشخصيات موجودة داخل البرلمان طب بطريقة أخرى باشموندس إيهاب يعني هل التحالف ما بينكم هو التحالف من أجل اجتياز جولة العدن إن شاء الله والوصول إلى المجلس النواب الجديد أم أن هذا التحالف مع الدكتور محمد فؤاد وحزب الواب سيستمر بعد إن شاء الله الوصول إلى البرلمان هيا دا المفروض اللي يبقى موجود إن شاء الله لبداية لتعاون نحن في النهاية عايزين نخدم بلدنا ونخدم الناس اللي وصقوا فينا ودونا الأصوات دكتور واخد أعلى الأصوات وأنا التاني فإحنا نفسنا نخدم بلدنا بجد ونعمل تجربة جديدة تجربة فريدة بإذن الله تبقى في العمرانية الشباب والشباب الحقيقة كان في المرحلة الأولانية رغم إن بيتقال الشباب في عموم مصر كلها ما بينزلش واللجان فاضية لكن أنا أتخيل وأتصور من وقع اللي شفته في اللجان إن الشباب كان ليه دور مؤثر نتمنى إن هو يزيد لكنه كان أعتقد كده في رأيي إن هو كان أفضل من دوائر كثيرة جدا في مصر فدي بداية التعاون وإن شاء الله تستمر للفترات القادرة دكتور محمد المهندس إهاب اتكلم على المشاركة ومشاركة الشباب يعني نسبة المشاركة في دائرة العمرانية يعني وفقا للجنة العملية الانتخابات وصلت إلى 18 و 32 من 100 تقريب تمام تحديدا يعني إيه الأعمال والإجراءات اللي اتخذتوها في خلال فترة الدعاية هذه الدعاية لا تتعدى أسبوع استعدادا لجولة العادة من أجل نحية تحفيز الشباب أو جميع أبناء الدائرة والناخبين على التوجه إلى صندوق الاقتراع إيه شكل الدعاية أنتم معاكم اتنين تاني مرشحين ومرشحين مستقلين يعني هل أيضا حكم الإنفاق يعني كيف هو هل أنتم ستطعتم أن تجار المرشحين التانين في الدعاية والإنفاق في خلال هذه الفترة القصيرة مش أقول الفترة الجولة الأولى يعني بنحاول لكن يعني ليس كلما يبغي المرء يدركه كلما يتمناه المرء يدركه لكن في الآخر خلينا نتكلم عن الجوزة الأولى وهو الخاص بالمشاركة في العملية الانتخابية طبعا نشايفين أن نحن النسبة الأولى كان طبعا متوقع أنها تبقى أعلى من كده لكن خلينا نقول صراحة ما كان لش صادمة بالنسبة عنها ما لنش إيدي اللي بيحصل ده كان النسبة طبيعي متوقع يعني كنا نتوقع حتى في قبل الانتخابات وكننا كان في 20-25% طبعا أقل شوية من التواقعات لكن هي لها تفسيرات كثيرة منطقية تبدونا نرخد في تفسيرتها يعني كيف نستطيع أن نرفع هذه النسبة إذا عرفنا سببها نعرف أن نتخططها طبعا خلينا نقول إيه إن في بعض الأسباب الخاصة بالناس بالناس اللي حوالينا اللي إحنا بالفعل فوجئنا أو مثلا حصارنا أنهي مناطق الناس ما بتطلعش فيها ما طلعوش ليه الشرق حلو مرانا ما طلعتش لما بنتكلم حتى في الندوات والجوالات بنسألكوا حتى تصوت قبل كده ما تصوتش ليه وبتدي أعرف الأسباب بتدي نحصر ونتدي مرة أخرى نحث الناس إن هي بتيت تنزل وتشارك أنا كنت دم في قصة بتحكيتها حتى قريب في أحد اللقاءات بتكلم على إن أنا ماشي في أحد الشارع الجميل اللي عندنا اسم شارع التعمير الشباب قاعد على الشمال على باب محل وبتاع فتشافون يا ابن أحبك يا دكتور هتنجح يا دكتور فأتنم أنت صوتت يا ابني قال لي لأ هتنجح إزاي وأنت قاعد يعني أنا عارب يعني النية موجودة الشباب متجاوب وكل حاجة بس عايز إيه عايز إن إحنا يعني عاوز وصبت المواصلات مثلا ما عاوز خاص بس يعني إلا في يعني إيه يعني نس يعني عايزة تحط الموضوع تحط الموضوع في دماغها أكتر يعني هل رسالة يعني مثل المشموين تسهب هل رسالة للناخب لم تصل أن صوته أصبح مرجح وصوته يؤثر على من يصل لهذا المنصب الكبير أم أنا يعني المزال عنده عدم ثقة بسبب الإرس الطويل إن المسألة محسومة عرغم مثلا دائرة زيادرة عمران ما فيش حاجة أصلا للحكومة والحكومة قالت إنها تقف على مسافة وحدة من جميع المرشحين ومع ذلك هناك من يقول أولا هيا أنا أتصور يمكن أتخيل كده إن حصل إجهاد شوية للشعب في الفترة اللي فاتت في أخر أربع سنين يمكن إحنا رحنا للسندية أكتر من عشر مرات دين مرات دين مرات دين عشر يمكن كمان فكتير في فترة قليلة لكن قد يكون هناك أسباب أخرى لحالة حالة من الأطمئنان للشكل العام إن المرشحين يعني في بعض الناس بيقولوا بعض المرشحين أغلبهم نتخيل إن هم ممكن يمثلونا وإحنا شايفين الناس اللي هي تمثلنا حظوظها عالية هم ارتفع فأنا ضمن إن هو كاسباء زي مثلا مثال للدكتور قالوا عايزينك وبنحبك طيب رحت انتخبت ما انتخبت طيب رد دكتور رد علي رد من غيرك وشفوز برد ها طبعا بس الحقيقة يعني الكثير من الشباب قابلني أنا شخصيا وكان العلمة المميزة اللي بيقابلني بها صباعه وفيه لها الحبر بيقول لي أنا بحبك وروح تديتك صوتي ورايح تاني تديك صوتي إن شاء الله في المرحلة القاعدة طيب ننتقل للشريحة أخرى من الأسجلة دكتور محمد يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نتمنى لك أن تكون تحت قبة البرنامج بإذن الله تعالى يعني إيه أهم الخدمات التي تعتزم أن تقدمها لأهالي العمرانية وأنت يعني تعيش في هذه المنطقة وتعرف مشاكلها ربما يعني ملامس الجرح بتاع الداير طبعا إحنا خلينا نقول إن زي ما بحب يقول إن العمرانية جزء مجيزة جزء من مصر كما فوق كما تحت المشاكل بتاعتها تمس مشاكلها من مصر في قواص المشترك لكن القاسم الأساسي هو تدني الخدمات فيه تراجع أساسي في الخدمات الخدمات الأساسية المقدمة بقى من بقى إيه من الطرق من الإنارة في الشوارع من الخمامة من كل الحاجات الخدمات الأساسية اللي هي تقع تحت منظومة المحليات اللي هي عايزة أصلاً لازم يقول باللغة درجة تتفور أو يعاد تشكيلها أنا أقوله جديد فأنت هتشتغل نائب يعني بينما إن الكتاب بيقول إنك أنت نائب تشريعي ستظل خدمي أنا أرتقي ده ممكن يبقى من فترة لسنة لسنة ونص لذلك أنا أقول إدعموا الشباب إن في المرحلة دي أنت يعني لو حاد داخل فاكر نعمل تشريع أو داخل على منصب أنه يبقى سيادة النائب وفي خلف الأجواب المغلقة يعني وفقاً لمنصة عليه الدستور وفقاً لمنصة الدستور مش هينفع لأن الأساس في الموضوع إنك أنت أنت داخل دلوقتي خلينا نتكلم خلينا نتكلم في الواقع بيقولي الواقع بيقولي داخل البرلمان عندك حوالي 300 قانون وأجندة تشريعية مكتزة قولنا 43 بتاع المحليات دي اللي هو هيحل لك الأزمة الخدمية ديت ما هواش في أولوياتهم لكنه في أولوياتنا كأحزاب مدنيا لإننا عايزين نطلع من الدول الخدمية دول دول تشريعي لكن أنا بقولك أنا نائب أنا دلوقتي ملاز المواطن لأي مشكلة هتواجه في مشاكل مثلا خطين أوتوبيس من الشغالين عندي قمام أزمة في تجميع القمامة عندي مشكلة في الصرف الصحي في أحد في كتير من دور دي كلها مشاكل محليات لكن المواطن عنده حد يسمعه في قصة دي فلذلك انت عايز نائب عنده جهد حلقة الوص مش موجودة فالنائب هو اللي يمثل هامل هذا الفراغ إلى أن تكون هناك قانون محليات يتم تغييره ثم انتخاب مجالس محلية أنا أرى فيه بنكلم فترة من 12 إلى 18 شهر هنشوف نائب دكتور محمد ده ربما يقودني يعني حديثك عن هذه المشاكل يقودني إلى يعني أهم ملامح برنامج الانتخابي ياريت تذكرنا بها تمام إحنا نتكلم لو إحنا نتكلم من أهم ملامح الانتخابي عشان نقوم ب وطبعا عشان إحنا حزبيين بالأساس نتكلم عن الملامح الأساسية اللي هي طبقا لليجندا التشريع المقترحة للحزب خلينا برضو نقول إن كان مرشح حزبي قدرتنا على تنفيذ البرنامج الانتخابي أعلى بكتير جدا من مرشح فردي المرشح الفردي ممكن يملك عن يقترح لكنه ما قدرش يزوء تشريع يقول يعني أنت ملتزم ببرنامج الحزب أيضا طبعا لحد كبير لأن اختياري للتواجد مع الحزب كان مناء إن البلنامج ده حزب ده نبع مش شعر بيخدم الناس بين الكلام قانون محليات قانون تهايه 40 التقم مع قناعتك وما هو على الأرض فعلا بالظبط بين الكلام مع تلات أجزاء جزء خاص بالقانون المحليات له قانون تهايه 40 وإلى أن يتم هذا الخانون أنا أمام دايرتي مسؤول أن أنا أكون الشخص الذي يقدم منه الخدمة لأنه بالفعل المواطن ما عندهش منازه آخر صحيح ثم الجزء الآخر جزء خاص بالمنظومة الاقتصادية تسهيل المشروعات الصغيرة القروض الصغيرة والمنظومة الاقتصادية بشكل عام والغرض منه اتاحة فرص العمل ثم جزء الثالث والأخير له خاص بالدمان الاجتماعي نتكلم فيه عن منظومة المعاشات ثم القانون التي يتبنىه حزب الوفد اللي هو أقرب قانون لقلبي اللي هو لو سألتني انت ليت رشحت لبرنا ما أقول لك هو ده اللي هو القانون التأمين الصحي بشمال السهاب هي نفس الأولويات والقضايا التي ذكرت دكتور محمد فؤاد مرشي حزب الوفد هي التي تعطيها أولوية أيضا أم ربما هناك في نقاط تلتقي مع الدكتور محمد في إضافة في حاجات أنت شايفهم يعني لا تصلح لهذه المرحلة ربما تؤجل الحقيقة يعني اللي قاله الدكتور محمد يشمل اتجاهات كتيرة حقيقة ممكن أضيف عليها في قصة السؤال بتاع الخدمات فعلا الناس محتاجة ملاز زي ما هو بيقول إن احنا فيه أشياء كثيرة زي القمامة دي مشكلة أزلية من كل في كل مصر يعني محتاجة حلول عملية الحقيقة فيه بعض التجارب بتتعمل أو بعض الأفكار وفيه منها بيتنفس دلوقتي على أرض الواقع الشباب عايز يساعد والشباب مش مكسد لا هو بلما بيلاقي منظومة متكملة في هذا الموضوع والذات الموضوع النظافة على سبيل المثال بيتعاون وبيشتغل وأعرف شخص كتير بيشتغلوا دلوقتي في هذا النطاق مجهود ذاتي ولا تحت مظلة معينة؟ تحت يعني أحدى المظلات للشركات لكن هنتمنى أن نعممه في العمرانية لأن نفسنا العمرانية تبقى نموذج يحتزى به يعني خاصة للعمرانية يعني طلت على شرع الهرم يعني ولا المفروض الشرع السياحي الأول في مصر كلها؟ مؤدل الأهرمات طبعا وفي أفكار كتيرة لو تكلمنا عن خدمات يعني عندي أفكار ابتدت تنزل لأرض الواقع هتنزل بعد الانتخابات إن شاء الله زي خدمات صحية للمواطنين تقليل التكلفة اللي بيدفعوها دي حاجة ابتدنا فيها واشتغلناها وأطمن الناس إنها بطبعة إن شاء الله بس مش هننزل بها دلوقتي لأن أنا مش عايزة أعملها كدعاية أنا عايزة أقول للناس إحنا عايزين نخدمكم جد عايزين نقدم لكم خدمة محترمة بسعر أقل توفيرا الأعباء على المواطن طب التمويل من إيه لها ده بشمانس دي مش محتاجة تمويل حضرتك دي المواطن هيبقى مشارك بجزء بسيط يعني لما أقول مثلا كارت تخفضات كلنا نسمع عن كارت التخفضات الطبية الجديد اللي عملناه إن إحنا جبنا شركة متخصصة خلناها تعمل الإرية بتاعت العمرانية تدخلها في الكتايب بتاعها كل الشركات بتقدم الخدمة دي بكتايب بيباع للناس لأ أنا جبت الشركة وعادنا معها وإننا لهم عايزين نزود دكاترة بتاعت العمرانية والسيدليات والمستشفيات والمعامل وده حصل الحمد لله وإن شاء الله يخفف على المواطن لأن المواطن يعني محتاج إن إحنا نشعر به وكلنا شعارين كلنا بنروح لدكاترة ومستشفيات ومعامل وإن شاء الله يخفف شوية عن المواطنين في العمرانية طيب دكتور محمد يعني إنت يعني ليك تجربة انتخابية في 2011 ما زي أقول أنت كنت توقف على باب البرلمان ومحصلش نصيف يعني طيب عندك ثلاث مقرات داخل دائرة العمرانية كم سنين؟ بتعمل بلغ خمس سنين على الأرض فيه نوعية الخدمات اللي بتقدمها أو بتحاول أن تسهم في حلها الأهلي الدائرة إيه؟ وإيه اللي انت شايفه كان أنت مفتقد وخلال الفترة الفات وإن شاء الله لما توصل للبرلمان ستسعى إلى تنفيذها فور دخولك وأن تصبح نائبا في مجلس النوب إن شاء الله وطبعا زي أقولي بدل أن تلعنا الظلام ما بد أن إيه تشهل وتخل الشامعة فإحنا يعني إيه في خلال هذه الفترة يعني إيه ولعنا شامعة يعني بدل ما نستسلب الإحباط ومفيش حاجة تتغير في فترة الخمسين اللي فاتت كنا بدينا كحملة شبابية الحملة الشبابية دي ابتدينا نطورها لمؤسسة خدمية بتقوم ببعض الخدمات اللي هو إيه أعتقد أنه لا يصح ذكرها في السياق الانتخابي عشان ما تبقاش إيه متجرب الهدف يعني لكن هناك يعني إيه فلنقول إحنا كنا نقدم كثير من الخدمات على مستوى المنطقة وعلى عموم الجيزة بشكل حقيقي فده اللي كنا بنعمله لكن اللي حسينا إن احنا بنساعد بعض الحالات الخاصة وبنساعد في بعض النواحي الاجتماعية والإنسانية لكن الأساس في الموضوع اللي احنا حسينا نفتقده هو أننا بدل أستبدل هذه الشامعة بكشاف بدل مثلا ما نتعامل مع شبكة من الأطباء المتخصصين عشان لو في حد مثلا مريض بنحاول إن احنا نوصلوا عندنا كذا دا كترة أفاضل كتار جدا وبنشكرهم بيتعاملوا معنا وبنودي المرضى بالمجان ليهم وبنعمل عمية هذه التنصيق مركز الطبية خاصة بالضبط وناس ناس بتطاوع هذا الموضوع وإحنا بنقوم بالتنصيق بلاي من لا يريد من أهل المكان بنحاول نحن نساعد لكن بالأساس أولا عايز بس وأنا بقول الكلام دا أقولها كتير أولا العمل الخدمي أو العمل الخيري ليس مطية للدخول للبرلمان لكن هو بحكم الواقع وبحكم حبنا لأهل مكاننا إحنا بنعمل موضوع دا لكن هو لا يؤهل لذلك لكن اللامسنا وإحنا شغالين في مثل هذه الأعمال الخدمية إن هناك عرقيل كثيرة الموضوع مش موضوع إنك إنت عايز تعمل لا إنت عايز تعمل تشريع جديد الموضوع مش مجرد إنك إنت عايز تدوي واحد مريد الموضوع أكبر الموضوع أكبر مننا موضوع أكبر من جهود فردية الموضوع عايز نبتدي نحاول نزبط وطير الدولة عشان تستوعب حاجات كتير لأنا نبص في الموضوع إذا من منظومة التشغيل نقوم مثلا من منطقة توظيفة أمية لأ خلافها لأ دي أنا عايز كمان أتوسع إن أنا إزاي أصبت وطيرة الاقتصاد كي تتمشى مع المشاريع الصغيرة القصة اللي كانت عليها بتاع التأمين الصحي لأ الموضوع مش موضوع إن نلاقي واحد عايزه وديه الدكتور طب وديه الدكتور طب الدواء طيب يجيب من فين لأ أنا عايز الموضوع متكامل صحيح فنخرج من مجرد الخدمات الفردية على مستوى الفرد إن إحنا إيه إن نستبدل هذه الشامعة مكشف كبير طب بشمون السهب يعني الدكتور محمد قال إنه يصعب إلغاء الدور الخدمي لعضو البرلمان القادم في هذه المرحلة على الأقل إنت هل تشاطره الرأي أما أنك ترى أن دور النائب تحت قبة البرلمان هو دور رقابي ودور تشريع هو الطبيع إن الدور الأساسي طبعا هو رقابي وتشريعي لكن زي ما قالت الدكتور إحنا عايزين مرحلة انتقالية إلى حد ما عشان الناس تستوعى بهذا الانتقال وفي نفس الوقت الشباب موجود كويسين جدا وشباب طموحوا جدا في مصر في العمرانية ممكن من خلال المحليات ومن خلال الشباب اللي عايز يتطوع واللي عايز يعمل عدل عمل خدمي موجودين كتير بس هما ناقصهم بس المظلة أو الكيان اللي ينتموا ليه ويبدأوا من خلاله العمل الشاب عنده طاقات حلوة جدا وهيقدر يعمل عاوز توجيه؟ محتاج توجيه ومحتاج مظلة بس يعني محتاج حد احتضان زي ما بيقوله هينتج وهيعمل فوق ما إحنا نتصور وزي ما بنقول كده في العملة بتاعتنا هيعمله الحلم هيخله حقيقة وهيصنعه الحلم بإذن الله طيب يعني تحويل الحلم الحقيقي كما ذكر البشوانس سهاب بحاجة إلى قوانين دكتور محمد مظبوط يعني ده يقودني إلى سؤال يعني أولوياتك في القوانين التي إن شاء الله تعتزم أو تعطي أولوية للطرح في البرلمان الجديد إن شاء الله وبإذن الله تعالى يعني تمنيتنا إن شاء الله بالتوفيق أن تكون عضوا في مجلس النواب القادم هم الثلاث قوانين بشكل سريع جدا عشان نرتقي زي ما البشوانس بيقول أو نمر المرحلة انتقاليا بسلام من المرحلة الخدمية للمرحلة التشريعية قانون 43 اللي هو قانون المحليات يعاد سياغته بحيث أنه يدي دور رقابي للعضو المحليات مش دور اللي هو مساءلة فقط لأنك يقدر يشيل أو يسائل رئيس حي يسائل محافظ يبقى له قوة الرقابة اللي هي بالفعل تشيل بعد كده عضو البرلمان من هذا الدور فده ده أول تشريع التشريع الثاني اللي هو خاص منظومة الاختصادية قانون يعني قانون أو اتنين خاصين بالمشاريع بالمشاريع الصغيرة والتسهيل الترخيص لعشان نيسر الحال على المواطن المواطن البسيط اللي هو عايز يبدأ مشروع أو الشاب اللي عايز يبدأ مشروع إن هو يحصل على الترخيص يحصل على إن أنا عايز أعمل حاجتين حاجة إن أنا الاقتصاد اللي هو غير مسيطر عليه يدخل في جعبة الدولة من الدولة تدي الناس ترخيص الناس تعرف تشتغل في النور فالناس بالفعل تحس براحة وتقدر تشتغل فعايزين قوانين للمشاريع الصغيرة ثم الجزء الأخير برضو اللي هو المشروع اللي كان المالي اللي هو ثلاث مشروع القوانين اللي هم يتصدروا الأجندة الشعائي فوق النظر طب وإنت هل هي نفس الأولويات بالنسبة للقوانين التي تعتزم ترحها إن شاء الله في البرلمان القادم دي هي يعني تعتبر أولويات أساسية وأطمن حضرتك إن الحزب شغال في القانون تعالى المحلات فعلا دلوقتي وجاري دراسته في اللجنة القانونية وجاري تفعيل الكلام ده بحيث إن شاء الله مع البرلمان يبتدي طرحه وتفعيله بإذن الله قانون الخدمة المدنية صدر خلاص لكن اللايحة التنفيذية الحقيقة لسه ما صدرتش والقانون فيها الخدمة المدنية على سبيل المثال أرجع حوالي تسعة وتلاتين مادة منه للليحة ففي راجعة زي ما بيقولوا كده أو خط راجعة للمنام لمحاولة تدارك ما قد يصيره أو قد أثاره من بعض التساؤلات وإن شاء الله يبقى أفضل وإن شاء الله والميزة اللي فيه إنه هو يعني عايز يبقى المعيار في التوظيف أو الموظف الكفاءة ودي ميزة مفروض كلنا نتفق عليها قد يكون فيه بعض عيوب ممكن تتعالج في اللايحة التنفيذية بتاعته باشموندس يعني لم يتبقى ربما من فترة الدعاية المسموعة المسموحة لفترة العادس هو ربما يعني 12 ساعة تقريبا تقريبا يعني إيه الحاجات اللي انت بتحرس عليها زي بقوله إيه اللمسات الأخيرة يعني خاصة أن انت فيه تحالف انتخابي مع الدكتور محمد يعني تحالف على المستوى الحزبي يعني إيه أبرز الحاجات انت بتركز عليها زي بقولك إيه في المتر الأخير أو الخطوة الأخيرة قبل الذهاب إلى صندوق الاقتراع الحقيقة يعني أوجه الرسالة لأهل العمرانية الحقيقة شرفوني جدا بالتصويت في المرحلة الأولينية آآ كل صوت من الأصوات الاثناشر ألف وتلتمية وعشرين ده تاك فقراسي وحاجة تحمني مسئولية للفترة الجاية أقول لهم إحنا منتظرينكم وشرفنا بأصواتكم وبثقاتكم فينا ندعم التحاول الديمقراطي ندعم التجربة الجديدة اللي احنا بنعملها آآ نقول لهم الحلم وقرب اصنعوا الحلم اللي احنا بنعمله سوا وهيبقى حقيقة ومنتظرينكم إن شاء الله الثلاثة والأربعة طيب دكتور محمد يعني الحلم وحقيقة أن يتحول تحول الحلم إلى حقيقة دارة العمرانية فيها تقريبا ربما مليون ناخب مكلم سليم يعني تقريبا مئتين واحدة واربين حاجة زيجة مكلم حاجة سليم طيب سيالة البشمهندس على إيه اللي انت بتحرس عليه حضرتك خلال يعني زولك الأمطار الأخيرة قبل توجه للتصويت في ناس بتحب الدكتور محمد بس بتحبوا كده كلام بس مش مشترجة دارة التصويت إزاي يعني أنت يعني أشعلت فيها الروح والداخل والخارج أيضا الخارج أيضا أنتوا حصلتوا على أعلى نسبة أصوات خلينا نقول برضو إن إحنا برضو الميزة إن إحنا كان واعتقدنا نفس الموضوع بالنسبة البشمهندس إن إحنا بنشتغل من خلال حاملة منظمة يعني اللي حاك شايفه ده يعني حاك شايف العربية قدامها لكن مش شايف المطور يعني هناك هناك فريق يعني يجب أن يأخذ حقه فريق عمل فريق عمل من الشباب اللي هم بيشاركوها نفس الحلم ده الحلم ده الحلم ده مش حلم فؤاد الحلم ده مش حلم إيهاب الحلم ده حلم شايف كتير ورانا معتمين عنها في الموضوع ده شايفين إن إحنا إحنا مش أنا إحنا كفريق نقدر نوصل لهذا الموضوع لذلك كل منهم بيكتهد في طريقه اللي بينزل اللي بيلف على هاوي اللي بيكلم الناس اللي بيخبط لبواب اللي بيكلم دوقتي في التليفون اللي قعد بزمن وبترجى حد على الفيسبوك إنه هو ينزل ينتخب فهناك شعلة من الحماس لناس بالفعل عايزة حلمها عايزة توصل لحاجة فده الأساس الشيء الثاني اللي بنعمل إحنا بنحاول نعمل بنجري من بعض الاتصالات الأخيرة بالناس اللي دعمين طبعا الجولة للإعادة الفترة فيها أوليلة جدا فترة الدعاية أوليلة جدا لك أنت تدعم لها حاجة غير أنك أنت تبقى مستعد تتدارك بعض الأخطاء التي حدثت قبل كده بتتبص لقدامه يعني ويبقى كلك أمل يعني أنه خلاص اللي ذاكر ذاكر يعني إحنا كل اللي بنعمله إحنا محتاج نوجه رسالة للناس أخذت بالأسباب أخذنا بالأسباب بنوجه رسالة للناس اللي هم الكرة في ملعاكم ادعموا الشباب ادعموا تحول ديمقراطي حقيقي بيحصل قدامك على الأرض مصر ما تسيبش الفرصة بعدم مشاركتك أنها تيجي حاجة أنت مش عايزها في الآخر تندم حين لا ينفع الندم فالفرصة لسه قدامنا زي بيقول المشكومان ديس يوم الثلاثة يوم الآربع البرلمان الجاي أو الانتخابات الإعادة جولة الإعادة قادمة خليك مع الشباب انتخب من تراهم أمامك غير مرتبطين بأي تحذبات قبليات عصبيات لكن هما أفراد عاديين بيلجأوا لكم كمواطنين عشان تقفوا جنبهم لأن هما بالتابعية هيقفوا جنبكم بعد كتب بس بشماندس يعني من خلال الحديث مع دكتور محمد قبل اللقاء وإحنا انقربنا على نهاية هذا اللقاء الشيء يعني التركيبة السكانية العمرانية أيضا لا تخلو من القابلية والعصبية والجهوية إزاي تغلبتوا عليها وإزاي إن شاء الله بإذن الله تعالى استطعتم أن يعني الجميع يذوب في كيان واحد هو العمرانية واختيار الأكفاء زي نقول الدكتور محمد الحقيقة أي حتة في مصر هتلاقي حضرتك فيها أو حتة كتير مناطق كتير هتلاقي فيها قابليات وعصبيات تغلبنا عليها لأننا من الناس منهم يعني إحنا من الشارع ما إحناش جايين من المكتب وقاعدين لأ إحنا من الشارع وعايشين وسط الناس وبنقض مع الناس طبيعيين جدا ما فيش أي اختلاف بيننا وما بينهم فبالتالي طبيعي جدا يعني ما عبطوش ببرشوت يعني؟ لا طبعا لكن هي الحكاية إن إحنا عايشين مع الناس وموجودين وسط الناس القابليات في بعضها إدانا صوته منها وجزء تاني إدى أصوات لحد تاني تحترم كلها لكن إحنا متواجدين مع الجميع إدينا مفتوحة للجميع الجميع بصراحة في العمرانية اللي إدانا صوته اللي ما إداناش في احترام رائع جدا بأشيط به وبأشكر كل الأهل العمرانية كلهم سواء اللي تدوني صوتهم أو الدوني صوتهم أو اللي ما تدوني صوتهم لأن الحقيقة الأحترام كان سيد الموقف يعني وده كان المكسب الحقيقي اللي أنا قدر أقول اتشرفت به جدا لما كل العمرانية اللي الداني أو حتى المرشحين الحقيقة كان فيه احترام متبادل لحتى هذه اللحظة موجود ودي حاجة تاج على رأس العمرانية ده شيء كويس جدا نعتز بالأهلين اللي موجودين في العمران واضح طب دكتور محمد قبل أختم كلمة ورسالة توجهها من هنا إلى أهل العمرانية قبل يومين من التوجه إلى صندوق الاقتراع وزي أقول اتخاذ القرار القرار المهم جدا هو أهم حاجة أن هما القرار القرار بالنزول يعني ده ده بالنسبة لي أهم أن هما ينتخبوا المهندس إيهاب ومحمد يعني أنا عايز الناس تنزل تنزل لأنه نازل نازل تقوز بالحادث ده بعد كده طالما نازل وجوز الحادث أقول له أنا عايزك تنتخب برضه إيهاب ومحمد فلا لذلك نكلم الجدي أنا عايز الناس تنزل بس قبلنا تنزل تدرس الموقف شكله إيه عندنا أربع مرشحين محترمين والمنافسين آخرين نحسنهم جميعنا لخير ويكونون أحسن مننا كمان لكن ما نريده إن الناس تدرس خلفيات جميع المرشحين تعلم جيدا من تختار في هذا المكان ويكون لها دور إيجابي في المشاركة دي أكتر حاجة تهميني أنا يهميني الناس تبقى جزء من اللي بيحصل ده ما يبقاش إحنا لوحدنا اللي بنعيش الحلم أنا والمهندس زيابي بالناس تتبنى هذا الحلم لأنه أرجعه أمرا تانيا مش إحنا لوحدنا اللي عاديين في كتير أوي ورانا بيعيشوا نفس الحلم فشاركونا شاركونا في حلمنا لإنسى المستقبل قدام شكرا لدكتور محمد فؤاد المرشح عن دائرة العمرانية عن حزب الواب وتمنتنا لك بيتوفي إن شاء الله في جولة العادة وتكون نائب في البرلمان القادم بإذن الله تعالى وأيضا شكرا للمهندس وتمنتنا لك إن شاء الله بالتوفيق وأن تصبح إن شاء الله وجهة مشرفة في البرلمان القادم وأيضا شكرا لكم مشاهدين على هذه المتابعة وإلى اللقاء